بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الآل في برناميكم ملك وكتابة أهلا وتعلمون ماذا سيحكي عنكم التاريخ إبراهيم أهلا بك يا باشموندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في اللقاء لإثنين من ملك وكتابة ماذا سيحكي التاريخ بص نحن نعيش أصعب لحظات في تاريخ النادي الأهلي على كل الأصعي ده الأهلي يذهب ليلعب في إفريقيا لا يجد الإنصاف ويجد التحامل الأهلي يلعب محليا لا يجد الإنصاف ويجد التحامل الأهلي في التعامل الإعلامي لا يلقى الإنصاف ولا يلقى إلا التحامل أستاذ إبراهيم أنا عمال بفكر الفطرة اللي فاتت دي هو إيه؟ هو ليه كده؟ هو إحنا لنا بأنه يجي سبع تامن سنين في أفريقيا الأمور بتتدهور وعملية إطاحة الأهلي ممنهجة بشكل حتى الرمق الأخير وبشكل فج الأول كان بيعملوا من خلال حكم إنما أصبح دلوقتي ما فيه اللعبة على المكشوف اللعبة على المكشوف أنا عندي تفاصيل في فاينال البطولة الماضية ومسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي يغير من ترتيب بلوس إدارة النادي الأهلي بنفسه مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي أيوة بروتوكولين فيه بروتوكول رئيس الاتحاد الأفريقي الناديين الوزير رئيس الاتحاد المحلي بروتوكول أي لا ما كان دي تشالد وأصر الأهلي على تصحيح تم تصحيح الوضع بشكل إلى حد ما ولكن ليس كاملا تقصد أن الديات كانت الأوضاع الكشفة للموضوع كله لما تتحرك أنت بنفسك تغير الكرسي رأيك دراء بيكشف عاطفتك تجاه النادي الآن لما حضرتك كل سنة تجيب لي نفس الحكم عشان يطيح بي على الرغم من إيه خلاص بقى أنت لعبتها هناك في جنوب أفريقيا أنا بدل ما أقصر تلاتة أقصرت خمس ضربت جزاء وهمية كرب اليد ماشي يا أخي سيبني بقى أعمل المحاولات دين فرصتي خلي عندك شوية يبقى فيه نوع من الفير بلاي تلغي لجون وضربتين جزاء وتكتفني وأنا من الأول تعلم أن بكاري جسامة ده هو مخرج الروائع الذي يطيح بالآله دائما بعدها بيوم الضوء الكشف الساطع نتمنى الزمالك يفوز بالكونفدرالية نتمنى يا سيدي أن يلقى المساعدة صحيح نتمنى أن يلقى الزمالك المساعدة بس وإحنا كمان أيوة ما تبدل ما تبدل المواقف كان ممكن تلاقي الأقلي هو المكامل لزمالك بر لاتحسبة الكرة اللي داخلت الجندي جو هتقول لي زمالك له أيوة ما هدي وجهات نظر مين اللي بتحكم فيها مين اللي بيغصلك للنتيجة النهاية اللي هو عايزها الحكم حكم الملعب الأسطى الأسطى المعلم اللي يدي الفريق اللي بيهاجم اللي بيهاجم ست انذارات واللي بيدافع ويضيع وقت ويرتكم أخطاء صفر ولا انذار صفر هذا تحكيم فاجر فج يشعر بالاطمئنان وكيف لا وهو قد طلق تعليماته متطمن مين حيحازبه بيقولوا الأهلي ما قدمش ليه فالأهلي يا شعورنا يا جدوة لكن أنا مع أن يقدم الأهلي ويدعى كل واحد أمام مسؤوليته وإثبات الحالة خلي التاريخ يجمع نقط خلي التاريخ يجمع نقط أي تيجي بعد في التداول الإعلامي الأهلي المصري الذي يشرف مصر كيف عاملها كذا في مهاب الريح والتلقيح كله يخبط وحط لك السم في العسل ومقول لها العظيم 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 بس إيه إيه لزاستين اللي ملهمش لازمة طب هم ترموا إمتى حكا نفوض الواقف لحد ما يحدفهم عليه دخلش على قطه ليه ومين عارف مين اللي رمى الكم إزازة دو ما حيباناش عارفين يا أستاذ إبراهيم الدنيا متشابكة جدا ولذلك أنا لما بقول الأهلي ملوش جمهوره لكن لسه هذا سكن بملكية أحد للنادي الأهلي أيوة الأهلي ليس ملك أعضاء وليس ملك جمهوره الأهلي ملك تاريخه ولا ملك مجلس إدارته الأهلي ملك تاريخه أستاذ إبراهيم أنا حضرتك أنا تولادت لقيتني أهلاوي وأنا عندي ثمان سنين قاعد جنب الراديو حبيت النادي ده بدأت أعرف عنه حبيته أكتر دخلت عشقته لأنه بيمسج كل حاجة حلوة أتمنها في حاجة حلوة بحباه كل ما تطلق قيمة من القيم وتقول نفسي كذا نفسي كذا تليقى في النادي الأهلي مش معنى أن أنا أحب النادي الأهلي وأضيع عمري وأن أنا بقيت صاحب حق عليه أنا أعمل اللي عليا له لكن مش ليل نهار ليل نهار ليل نهار الأهلي وملك جماهيره أه الأهلي ملك جماهيره ملك جماهيره كفكرة لكن كواقع أنا أحافظ للبتاع ده بس الأهلي هي دي نقطة مهمة جدا لأنه أسيرة جماعة بعد مباراة برج العرب يمكن سر الأهلي اللي محدش يعرفه كتير تجلى في الثانية اللي انتهت فيها المباراة مونسعد لوها بيتكلم بيتكلم على أنه محدش بيمون على النادي الأهلي ومحدش يدعي امتلاك سك ملكية النادي الأهلي لكن الكل بيقوم بدوره تجاه النادي الأهلي من جمهور لأعضاء لإدارة للعيبة لجهاز والتاريخ في النهاية بيحاسب وبيحكم لكن اللقطة الفارقة الحقيقة والكشفة عن سر الأهلي فريق خارج من بطولة تمثل له الحلم الكبير وخارج بنتيجة شديدة السلبية وخارج بعد موقعة الناس اضايقت فيها كتير قوي والاستاذ مليان والناس كان عندها أحلام كبيرة وجمهور يسقف ويحي فرقته هي دية اللحظة اللي بتتولد منها بطولات النادي الأهلي هو ده سر الأهلي من رحم المعاناة ومن رحم الآلام ومن رحم الهزيمة بيولد شعاع النصر عشان اللعبة كان نفسي يبقى فيه ميكروفون مفتوح ونسمح حسام عشور وبيكلم اللعبة ككابتن للفرة وجمحهم كلهم بما فيهم الجهاز الفني ولو جاءت اللقطة على شكل حسام وهو بيتكلم وبقية اللعبة وهو بتتكلم شفوا لحظة المخاضر البطولي الجديد عشان تعرفوا هي بتبدأ منين حتى مش رايحين بيجروا هما مش بيحتفلوا وراحين للجمهور يعتذروا يعتذروا هذا حق الجماهير عليهم هذا هو جمهور الآلي هذا هو الجمهور الداعم للأهلي هذا هو سلاح الآلي والذي من أجله يفعل الأهلي كل ما يملك عشان يسعده هذا حق الجماهير على الأهلي هنا بقى حق الملكية فين في حق الجماهير على الأهلي أن يبذلوا الغالي والنفيس إدارة وأجهزة ولاعبين لإسعاده هذا حق الجماهير ولكن مش معقولة أن طول النهار انهيار طول النهار كلام إحنا غلط غلط أن يبقى فيه فشل في النادي الأهلي غلط بقول لك غلط ما تعودناش صحيح صحيح بس كيف يعالج أيوه كيف يعالج إن إحنا نجلد نفسنا وإحنا نسحب الثقة من الجميع من أجاد ومن لم يجد من أخلص ومن لم يخلص أن نبدأ من الصفر باستمرار أنا لسا بقول لك إيه قبل الهواء بقول لك عايزين الحلقة الجاية للي بعديها نفتح ملاب في النشاط الرياضي ونناقش السياسات عشان نحط إيدنا إيه الحتة اللي لو كملناها نحتكر البطولات خلي بالك من الكلمة دي انتعلم بالنسبة جلد الزيت وإزاي الناس عايزك تبدأ من الصفر تحضرني تويتا كتابها صديق العزيز الدكتور محمد العدل بأهلويته أنا زعلان منه آه قالك هو فيه إيه وأنا لما بخسر فاينل معناها أن أنا فاشل يعني هو بتكلم عن كورة اليد آه عندي مشكلة في مشكلة فنية في إدارة المباراة في خطأ مع حدث لكن هل معناها إن أنا سيء جدا يعني إزاي حتى في المنطق الرياضي لما أقيم فكرة أو تجربة أو فرقة لابد فاينل هل معناها أن هي لما تخسر فاينل تخسر في النهاية معناها أن الفريق منهار معناها أنه فاشل فاشل زريع طب هعالج إزاي يعني لعيبة كان بينها وبين البطولة بتاعة السوبر مع الزمالك 17 ثانية 17 ثانية كان ممكن تحافظ وساعتها كان كله هيقول الله هاي البرافو ووش كده ووش كده خطأ كوتشنج أوكي ممكن يبقى فيه أخطاء في القيادة الفنية ممكن يبقى فيه تأصير من بعض اللعيبة ممكن تكون الدكة مش مديانة للبدايل الكويسة يعني فيه أسباب فنية لكن مش منها أبدا إن أنا منهار وإن أنا فاشل فاشل كامل لا لأنه لو كده لو هنعتمد المنطق الرياضي ده يبقى إحنا بنتكلم في خناقة مش في رياضة فريق يكتاز كل المراحل لغاية لما يوصل للمرحلة النهائية ويبقى بينه وبين منصة التتويق 17 ثانية بالزبط يخطئ ممكن يكون الفريق الآخر أفضل ممكن يكون في حالته النهاردة أحسن ممكن يكون عنده لعيب موفق كل ده وارد ممكن يكون أصلا في الميزان الفني نفسه هو فريق أتقل وأحسن بس ده مش معناه أن أنت فاشل الفشل الكامل والدنيا منهارة والإحباط يا عم وعايز تبدأ من الصف وتسمع بقى ماشي اللعبة دي ماشي الجهاز ده في الأول وفي الآخر قيم صح قيم تقييم موضوعي لأنه حتى لا صارتي أنت خرجت من البطولة الأفريقية الناس فجأة والناس اللي هي مش حابة الخير للأهل عشان تبقى المسائل واضحة تضغط في اتجاه ليه المدرم يمشيش وتسمع ترشيحات لمدربين طيب الفريق خرج من بطولة أفريق لأسباب كتير يتحمل الجهاز أكثرها لا شك لكنه هو بيلعب في بطولة واحدة ولا بيلعب في موسم إذا كانت البطولة المحلية الأساسية الراجل تسلم عمله من ثلاث شهورة باش واندس الفريق في المركز الخمساشرة والسطاشر أصبح أول الدوري شوف لعايزك عايزي هد خالص عشان تحت ضغط الغضب هنا عايزك تماشي المدرم أنا ليه بكلم الكلام ده لأنه بيجي إلي وبيجي إليك وبيجي مكالمات نبرة التعالي على النادي الأهلي في ناس بتحب الأهلي أنا ما بقولش إن كلهم يعني يضمروا لا 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 لكن في ناس بتحب الأهلي لكن بدأت تنجذب نبرة تعالي إحنا الجمهور إحنا لما نقول لا لو قدير النادي الأهلي من خلال المواقع الإلكترونية أو من خلال خارج الأسوار معنى كده إن كل أسبوع حيبقى فيه قرار لأن الجمهور نفسه غير متطفق على من هجوعهم بالزبط حتى بقولها لمنسوبة الكابتن صالح سليم أهلي ملك الجماهيرو لو كان قالها الكابتن صالح لكن أنا أعلم ماذا يقصد إن كل ما نفعله من أجل الجمهور أيبا ملك الجماهيرو يعني إحنا مش أحرار نعمل اللي إحنا عايزينه إحنا أحرار إن إحنا نشتغل وبصين على جمهورنا بصين إزاي جمهورنا ده يستمتعوا فخار بينا صبت لكن مش معنى كده إنه هو أنه هيدرني وهيقود نادي إعمل وإعمل وإعمل وإزا ما عملتش تبقى فاشل وتبقى وتجروا بقى أنك تحرق الرموز كلها أنا أقول الكلام ده وأنا بخاطر لأن في ناس هيعجبها الكلام والناس مش هيعجبها لكن هو أنا عايز يمي الدنيا أنا خلاص يا أستاذ إبراهيم بناديك الصح بإذن الله يعني نادي رسالتنا لآخر دقيقة أنا كل ما يعنيني أن إحنا نحب النادي الأهل وأنا لما بقولك أنا تولدت لقيت نادي حيل محترم حبيته إذن النادي أقدم من المشجع طبعا طبعا النادي فكرة طبعا عشقها المشجع والتف حواليه وعندما تعشق شيء ما تروحش عشان تغيره بالسمرار إنت حبيته كده إنت حبيته بالمنطق ده بالفلسفة دي بالسياسة دي بالإخلاص ده بالنموذج ده في النص تقوله لا لا أنت زعلتني النهار ده يا بابا آه ما أعليش يا ابني ما تزعلش أنا هنزل أشتغل وردية زيادة عشان أجيب لك الهديه اللي أعطتك بي هو دي العلاقة إنما أنت يا راجل روح يا راجل أنا عايز كذا حاضر يا ابني وأنزل أشقها تاني مرة عايز كما نأجلها للشهر الجاي يا راجل بقى فين هو أنت عملي ما يطلب منك طلبه تجيبه هي دي العلاقة اللي أنا ضدها بقى أن ينقلب الحساب من تحت الفوق أنت جمهور تغضب لو أنا مخدتش بالأسباب يعني أنا لو فضلت كامن وراكد وما صلحتش فرقتي هل ده حصل بله حصل إصلاح تدعمات قوية كمان ولم يبخل النادي وأنفقه إذن أخذ بالأسباب فعلى النادي أن يأخذ بالأسباب وأن يضيب وأن يخطو وأن يصوم وأن يعد جماهيره بالأفضل وهذا حق الجماهير عليه صحيح وعلى الجماهير مبادلة مجلسها الإحترام والمؤاذرة وما تسيبش حد يلعب في العلاقة دي لأن فيه لعبة جامد جدا جدا في العلاقة دي معلش يا أستاذ إبراهيم إذا أنت فتحتني في موضوعه أنا عايز أن أخشو معك أنا بقى لما كنا في طولة العالم أستاذ إبراهيم للأندية اللي خد فيه المركز التالي أنا وإنت وكابتن طاري سليم قاعدين فوق جالنا المنصق العام للبطولة ورح موطع كابتن الخطيب قدامنا وقال له جاهز أبو تريكا حيحصل على المركز التالت أيوة أيوة السفير قاعد سمع قالوا أنا ممكن أنزل أحد للحظة التوجيه قالوا له أيوة سرح شانبادر آه أيوة كان فخور بينا صحيح ونزلنا في الملعب قبل الكلام ده كان في الهفتايم أيوة وإذا بالمباراة يحدث مفاجأة مدوية وفوز انترناسينال على البرسا واحد صفر وأبو تريكا وايف عشان يعلنوا على الجوائز أيوة ولا يذكر اسم أبو تريكا ها ويذكر اسم رونالدين رونالدين اللي كان أسوأ لاعب في البطولة ومشي بعديها على طول من برشلون فلما سألنا قالوا الراعي أيوة طب أنا بحكي القصة دي ليه هذه اللقطة والمباراة ساعت الفضل طب أنا بحكي القصة دي ليه قالوا النا الراعي الراعي كان عامل حسابه النجاجة هتروح للبرسا والفيلم كله يتبني على اللقطة دي وتسويقيا تعلق داني انهارت فأصبح عنده التزامات ها انه لازم بيجيب رونالدين هو يحلله القصة دي ها فهارد لك لابو تريكا أسباب تسويقيا بعد لكن عملت ايه ها حركت القرارات ايوة هذا ما يدور الآن على ساحة الكرة في العالم كله ها ولكن في العامل العالم كله بيعملوها ايه بقى ها بيعملوها بمعلامة بشياك لكن احنا عندنا مش محتاجين للمعلامة مو حد حيحسبنا ها محدش حيحسبنا ها الاهلي تلت سنين يقصى بنفس الحاكم ولا سنتين ورا بعد بنفس الحاكم السنة اللي فات كان حاكم الفار في ماتش برج العرب و واللي قبلها طب سنة بكاري جسامة طلعك السنة اللي قبلها اه امام الويدال جابوه في ماتش الفار فاهمه مباراة ليك وعملك هو اللي عملك الازمة ايوة لانه شكي في خارات الحاكم اللي لما تحقق معه طلعن خارات سليمة بعد كده بس بعد ايه بقى خلاص الدنيا اتحرقت يقودني الى ايه بقى والاعلام والله يا سازي براهيم انت انت الشخصية بتتحملني امبارح في ماتش الزمالك اه الكرة جنش جوه الجن جوه الجن بالمعنى الحرفي ايه والكرة بالرجل ايه ايوا لن تقعد اللقطة ولا مرة ولا شفناها ام اتصورت ونزلت على المواقع النهاردة ام طلعت المخرجة اعتقد اسمها حاجة عثمان اه ايناس عثمان ايناس عثمان احد قال انه دي بنت الكابتن تحسين عثمان معلق البسك او لا يمكن فيه تشابه اسمها بصرف النظر اه بصرف النظر اه ده انت خدت القرار طب انت ليه معلتيش اللقطة اه هو انتو شاطرين دورتو ونغبشتو لما ازاروا قطع الفانيلا ايوا وبعدتوها وكان الحق المهني للمخرج انه يعرضها ويجيبها وقالك لو اتعادت هجيبها اه اه لكن عند النادي الاهل يا جماعة دي مصر يا جماعة عند النادي زمالك ها اه 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 طب لو عكسنا الوضع اه كان ممكن انه لا الاهلي واللي مكملوا زمالك لا انا عايز الاتنين يتكملوا بنفس المعايير عايز الاتنين يكملوا بنفس المعايير استاذ براهيم ام فبقول لك ولا الاعلام مش هتاجد الانصاف طيب الاتحاد الافريقي لا ده انت عشان اكمل معك بس في المنطقة دي ام في المقارنة لانه الاحداث بتهديك نموذجيا معلق المباراة احمد عبدو كان مصري بيدافع عن حق فريق مصري شافه بيتظلم ظلم فادح وبين من الحك كل معلق بيعلق لفرقة مصرية وهو معلق مصري حتى ماتش الزمالك وحتى المعلقين التوانسة وحتى المعلقين الجزائريين لفرقة بلادهم بيفضلوا دايما وابدا بيدافعوا عن حقوق الملعب انا ليه وجهة نظر مختلفة بس مش قضيتي انا انا رأي ايه انما بالنموذج المقارن نفسه هو لما احمد عبدو كمعلق ينصف القالي او يقول كلمة حق في حالات تحكمية شايفها يبقى مجرم والناس تلوم عليه ويعنفوه يتحاملوا عليه اي معلق تاني يقول يبقى ده بيدافع عن حق نادي مصري او فرقته الجزائرية او فرقته التونسية نفس المعيار مش موجود المهمة سعدل اشار لواقعة المخرج مخرج لما يجيب واقعة وليد ازارو لما قطع الفينيلا والتي كانت نقطة التحول في كل الامور في كل الاحداث اه رغم الله ما اثرتش على قرار الحكم وبحس بقى اه ما اثرتش على قرار الحكم وقتها لكن تم الاستناد اليها وتم الاستخدامها في الاساءة للاهلي وانبارح نفس الحكاية للوقتة تتعاد ولا حد يتكلم على الحكم يعني مهد عبيد الحكم الجزائري اللي ادار مباراة الاهلي السنة اللي فاتت في برج العرب شوفوا تعرض لكمية اساءات وتحامل واتهامات وناس زورت جوابات من هنا من مصر اعلام مصري اعلام مصري يزور جواب منسوب الى الاهلي والشركة الرعية ويبعثوا للجانب التونسي علشان يأجج النار ضد الاهلي ويدمر صدور الانتحاد الافريقى ضد الاهلي محدش اهتم خالص ان يكذبهم ومحدش اهتم انه يطلب تحقيق وكانت المسألة انه هم استسهلوا المسألة واستخدمت هذه الورقة المزورة والمعروف مصدرها فين والمعروف مين اللي طلعها استخدمت لدبح الاهلي وتشويه طريقه وتشويه سمعته يقودنا هذا تاني معلش حكم محدش لتكلم على الحكم ولا اخطاءه ولا يبسيرته لا الناس اصحاب الشأن بس حسنية غديرات ده انا شفت اعلام مصري طالع بيدافع عن بكاري جسامة مش فاهم ليه فجأة اعلامنا المصري بقى جنبي بقى انا جنبيين او بندافع عن الحكم الجنبي لمجرد انه ظلم الاهلي لمجرد انه خلص لهم على الاهلي ما كنتش شايف منطق ابدا انه اعلاميين مصريين يدفع عن الحكم الجنبي ضد الاهلي هو انا لما بقولك التاريخ هيقول ايه انا بقني بكل هذه الاحداث لان الحقيقة هتطلع هتطلع وقريب مش احنا في اللحظات لا يمكن يخفاء الحقيقة فيها ايه وسائل التوصيق يترتقويا صحيح لكن اذا كان في حصنات معينة النهاردة بتمنع ظهور الحقيقة مش هتستمر ايه النهاردة لما حضرتك في مطش النادي الاهلي يناكل بيك مش من حقك طول ايه مش من حقك يفضل بقى مسيك لك حاجة تانية انت اللي ضعت الدنيا من المطش الاولاني الليس معناه ان انا ما اخدش حقه ايه وضيعت ولما ضعت الدنيا ضعت بفعل فاعل انا ضربة جزاء ثم هدف رابع ورا بعد خلصوا الليل انتهى انا كنت في الصورة كان ممكن اجيب جوني يرجعني مع انه يعني لو عايزنا نتكلم بس في المنطقة دي لانه المطش ده ادق تعبير كتبوا عنه زميلة العزيزة على عزة وكان مرافق للبعثة من مجلة تلالو عامل حتى رسالة في العدد الجامل المجلة انها هزيمة قيدة ضد مجهول لانه دي مسألة غريبة الهالي خسر خمسة بس اللجوان او الفرص اللي ضعت من فريق سمدوني زياء اسهل من اللجوم اسهل من اللجوم سيد الرجيم احنا مش بنناقش الجدارة لا لا مش دية مش دية لانه الحالة اللي كان عليها الفريق انا سألت حد من الجاز الفني بيقول لي الحاجة الغريبة جدا جدا انه اللعيبة حتى ما كانتش بتكلم بعض يعني وارد انه نغلط فلاقي واحد وراء مني يحمسني ويكلمني يعني فيه شوب التخدير بص لحظة واحدة بقى اه طبعا فيه شوب حل بس كان لازم ان وقتها يحسب عشان فترة عشان نقفل الملاف ده لان انا مش بفتح سيرة ان انا وعد يتكلمني يقولي رايحين يبرره انا بتكلم برصد مش هدولات يا سيد زبراهيم خلينا في المش اخطاء الاهلي احنا نتكلم فيها او نعليجها انا بتكلم في اللي جاي هوانا ليه الان انا الان لان ظروف حتتعب بنفس الطريقة اصبح هناك رؤية ان لما كنا في كاس العالم كان بلاتر بقول على الاهلي فريق المفضل لانه كان شايفه حاجة حلوة جدا وكان ريكارد مدرب برشلونة يقول هذا يهب تعاني وانت متلعب ضده هذا الفريق المنظم عشان بعديها بسنتين تبتدي نغمة من داخل القارة وما فيه شجير الاهلي ايوه فتجد العرجون كل بالي وبكاري وجامة اللي هناك تتظلم رايح جاي في الفاينال بتاع افريقيا امام النجم السحلي فيكرم العرجون انه يروح كاس العالم يعني شوف التحدي حجم التحدي في الموضوع وبعدين يخش فيك جوان بالايد وتطلع يعني يتم اخصائك بكل الطرق يتلغي لك جوان صحيحة في كل مباراة حسيمة في كل مباراة حسيمة يتلغي لك جوان صحيحة استاذ ابراهيم في كل مباراة حسيمة ليس من محض الصدفة حتى الماتش اللي حبوا يصوروه ان الاهلي تلقى فيه مساعدة تحكمية وحنقول يا سيدي حصل حصلت في ماتش مشكلة العالم ايه الدنيا تقلبت ليه علاقة الاهلي بما حدث ايه حتى قطع فانيلة اظهروا الحكم مرحش بص عليهم ما شفهاش شفها بعد كده في الصور لم تؤثر على قراره ثم يأتي التحقيق معاه لينصفه بعد 3 وشهر خلاص اتدفنت الجثة انت وانت لما يروح يجيب لك الصادق السلم الحكم التونسي يحكم ماتش فيطلع الاعلام يقولك ده الحكم الملاكي للاهلي لمجرد انه حكم ماتش زيادة للاهلي عن الزمالك ولما يحكم ماتش الزمالك في الراوند اللي فات نحنش يتكلم نفس الحكم محدش هيكلم محدش هيكلم استاذ ابراهيم لانك انت تنفذ ده اعرف الهومن رايتس المعايير دي اللي تطبع على الناس اللي تضغط عليها عشان مش بتسمع كلامك ولكن انت ما بتطبقاش في بلدك ده سلاح انت مخبيه تستخدمه وتما تحب فالكلام انه اللي انا بقوله ليه لانه اتحاد الافريقي فيه مشاكل مشاكل في العلاقة اللي بينك وبينهم ولازم تتحل لازم تتحل وهنا يجي فيهن الاتحاد المصري مين اقوى شخصية في الاتحاد الافريقي قصة زبراهيم بتفتعل له يا سيكاك انت النارده مين اقوى شخصية جو الاتحاد الافريقي بعد احمد احمد طريق بيشماوي طريق بيشماوي في التونسي من هو طريق بيشماوي معلوماتك عنه ايه رجل اعمال كبير عنده بيزنس في مصر كبير في قطاع خدمات البترول في قطاع ايه Afrofit خدمات البترول قطاع خدمات البترول بيفكرك بحاجه ده حا تمام في قطاع خدمات البترول يعني له علاقة بشركات خدمات البترول ومؤسس البترول في مصر طبعا مش محتاجين نتكلم أكتر من كده إلي لو اضطرينا ليس الأمر بمنع عن التنصيق طيب طالع بشماوي بيخدم على الفرقة التونسية بتأثير وترجاوي قوي وترجاوي ألومه لا ده أنا عايز من الرئيس الاتحاد بتاعي الأنافذ الأقدم الأهم في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي دلوقتي هو الوحيد الذي تبقى من الشروع اللي فاته دي كله يستطيع لو أراد أن يفعل الكثير والذي فعلا استخدم نفوزه مع نادي الزمالك عندما احتاجه ودفع لمنفلوس الاتحاد معرفش الزمالك رضاه ولا لسه عشان ينقذوا وهذا حق الزمالك زي محق الأهلي زي محق الإسماعيلي إنك رئيس اتحادك إذا كان بمقدوره أن يدرأ عنك ضرر فليدرأه لكن أين هو من علاقة النادي للآهلي بالاتحاد الأفريقي هي مش بس السوء هي أيضا المصالح في مصالح النهار ده اتحاد الأفريقي يسعى وده كلام الله أعلم مدى صحته يسعى إيه تحاد الأفريقي يتجه للمغاربة بقوة إيه زن؟ بقوة آه لا لا يا بص أحمد أحمد يملك قصرا على المحيط في المغرب إقامته الدائمة في المغرب واخدالك اتجاهه اتجاه المغرب لن يبقى من الكاف في مصر إلا الجدران هيتم تفعيل موقع آخر خاصة أنت النهار ده أنت مشيت كل المصري التقريب أنت غيرت حاجة تاريخية أنه السكرتير العام دايما من مصر دولة المقر تاريخية من نشط الكاف في السنوات الأخيرة بدأت تغييرها حتى لما المهندس مصف فهم يمشي اتحط حد بشكل مؤقت وبعدين اتحط العمراني ورجعت دلوقتي تمت إقالة عمر فاهمي عشان تعين معاز حجي المغربي واخد بالك طيب فبالتالي وإقالة عمر فاهمي رويترز النهاردة عاملة تقرير كبير جدا على أنه فيه اتهامات بتطال أحمد أحمد وتم إبلغها للانتحاد الدولي إذا أن أنت بتتكلم على مؤسسة فيها كتير من المشاكل طيب الانتحاد الدولي حيهتم والله إذا كان جاد فيما يعلنوا من مكافحة فساد لازم أن يهتم بص سيهتم عندما توظف هذه القضية في مصالح بتمس مصالح أكبر يعني النهاردة لماذا تم الإطاحة بالاتحاد الدولي هل لفساد بلاتر اكتشفوه فجأة ولا علشان كاس العلم لرحل روسيا ثم رحل قطر فانجلترا وأمريكا خلاص خدوا موقف من هذا الاتحاد فكشفوا عن الفساد الذي يعلموه فالنهاردة أنت ودايما أبدا الحديث عن الفساد عن السابق مش عن الحالي يعني مش هتلاقي مؤسسة رياضية بتكفح فساد مع المسؤولي الموجود وإحنا مش دورنا تتكلم على بلاتر تتكلم عن مش دورنا نتكلم أنا على فكرة أنا أتكلمش على فساد دلوقتي أنا أتكلم على أن فيه توجهات محددة وفيه مراكز قوة بتحرك الأمور وتؤثر على مصار البطولات اللي بتخلق رعاه واللي بتخلق مراكز رياضية لأبطال جدد وبتخلق منافسك كادة أنت انتهي لأن برضو النادي الآلي احتكاره لهذا الوضع بقدر ما يشرف مصر وقدر ما يشرف أفريقيا لكن بيقض مقضى يعني مضاجع الكثيرين صحيح فده الوضع الإقليمي اللي لازم يشاف له حل الحل مش عندي ولو إنه عرف لكن ما قدرش إنه أنا أقول يعمله كذا طيب الاتحاد المصري خلي اقفر باقة انت مش فتحت صد انت كشفت اللي دلوقتي على وضع يبقى تونس مستفيدة من مين بشماوي المغرب مستفيدة من لقجع موسيقى القول لا مش هو هو راحش عشان لقجع هو راح علشان أمور أخرى راح خلاص لأن المغرب هي الوجهة القادمة بيلقى فيها دعم يلقى فيها العناية بيلقى فيها الكرم بيلقى فيها كل حاجة تمام تحياتنا لإخواتنا في تونس لصدافة هذا المقر فطرة من الفترات والمغرب المرشعة لصدافة المقر الذي أرجو للحفاظ على التاريخ هو المؤسسات الدولية غيرت أماكنها باختلاف المسؤولين محكمة العدل الدولية في لها خلاص ده يبدأ في لها أنت مقرك هنا اعمل مقر صيفي اعمل مقر شيئته اعمل اللي أنت عايزه وإذا كان يا سيدي فيه حد مدايقك في مصر تعالوا أععد ونحل المشاكل لكن ما فيش حد مدايقك ده بالعكس ده هو يعني كل الفكرة دي مش جديدة نقل المقر ده مش جديد وهم المقر الجديد اللي خلق الاتحاد الأفريقي كانت نتاج برضو تردد إنه حيروح تونس وقتها فالدولة تبرعطلون بالأرض وتبرعطلون بال أن يبقى المقر الرائع ده موجود في 6 أكتوبر ما يستعج بقى يعني ده تاريخ يا أخوانا مش محالة مزاجية للناس فأرجو بصرف النظر بقى ننتخد كثيرا بعضنا لبعض اتحاد الكرة أحيان بيقالنا نقطة اختلاف نقطة يعني اتفاق عندنا بطولة أفريقية نظر مننا لها النجاح سيقف الأهل داعما في نجاحها بجمايره أنا ضد نغمة ضد نغمة اللي يقولك قطع لا 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 طبعا لا أمام مصر كلنا نصغر كلنا نصغر طبعا طبعا وقد يكون الحل فيما سيلقاه الاتحاد الافريقي من تنظيم من ترحيب من سخاء من كل حاجة حلم بس المهانس هنا بريدة العدو الأقدم في الاتحاد الدولي العدو الأقدم في الاتحاد الافريقي تقريبا رئيس الاتحاد المصري ده الوحيد اللي باقي من اللجنة التنفيذية للفيفا السابق ما نقولك وأنت تقف مع الزمالك وبور سعيد والإسماعيلي خد الأهل معك إذا كان فيه مشاكل عالقة تستطيع أن تحله لكن إن إحنا نكمل بالطريقة دي لأن في الآخر بيحصل إيه الناس مش شايفة غير ملعب ونتيجة فأنت تعمل كل اللي في إيدك وتوصل لنفس النتيجة تعمل كل اللي في إيدك وتوصل لنفس النتيجة جملك لوسطة بكاري يخلص الأمور والإمتى بمعلمة كمان يعني والإمتى والإمتى الأهلي عليه حقوق تجاه جماهيره يسعى أن يفي بها ولكن الأهلي ملك تاريخه وكلنا كلنا لا نملك الأهلي وكلنا اتولادنا حبينا الأهلي لأننا حاجة حلوة مش عايزين نلعب في الحاجة دي 2005 يا صاد إبراهيم أنا طولت النهاردة بس عايز أنا من مبارح ومن أول وحتى الناس قولي يعني تتكلم في المواضيع دي ولا ما تتكلمش في 2005 كابتن سامير زاير جاء حضر البطولة 2006 حضر البطولة وكنا في اللوبية تحت في اللوكان ده وكان بدأت إشاعة إن عايزين ينزلوا القوائم من 30 إلى 25 على أساس إن النادي الآلي الله يعني يبدل نادي الآلي ده يكسب عشان القيمة هم فاهمين إن القيمة اللي بتحدد البطولات فأنا قاعد معنا قلت له وتقييمك ليه الكرة المصرية دلوقات يا رحمة الله عليه يا سامير قال لي تقييمه ايه في حال هم كده إحنا أبطال أفريقيا إحنا بنرعب في كاس العالم في الأنديرة من خلال النادي الأهلي هو في أحلى من كده وبعدين بعد ما كسبنا الثالث والتقيمة قال لي قال لي عادل انت ليه بتسأل للسؤال ده قلت له أنا أصلي أعرف أي مسؤول بيلاقي حاجة نجحة بيسيبها زمها لأن نجحت للأسباب اللي هي موجودة فيها صحية لكن لما يكون في فشل فأنت بتقول يا طرى السبب إيه أغير الترس ده يعني ما كان شغالة زي الفل وأنت طيواني وقلت له قال لي يعني يعني انت عايز تغير أسباب نجاح الكرة المصرية يعني انت بتغير ليه مفهوم التغيير ليه إيه السبب قال لي صدق عندك حق طب نزل العمل غير غير عشان اللي كانوا عايزين يغيروا مصالحهم إنما المفاجأة تراجع ليه عشان الطرف الذي طلب بالتغيير طلب ساعتك اتمصلحته بقى لا خلينا زي ما كنا فريجع في الكلام حد يفسر لي الطرف أكيد مش الأهلي هنطلع على فاصل وبعد الفاصل اللي طويلنا فيه على حضراتكم شوية نشوف آخر أخبار فرقة الأهلي وهتستعد لمهمة جديدة وكبيرة ولقاء أيضا مؤثر الخميس القادم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد فرقة الأهلي من هذا المعترك الأفريقي بكل تفاصيله اللي مؤكد له دروس كبيرة جدا واللي مؤكد أنه فيه تفاصيل كتيرة سيعكف المسؤولون على دراستها لأنه هي مشاركة بتنتهي لكنه بتنتهي بدروس وبتنتهي بتفاصيل وبتنتهي بأحداث بنخرج منها بحقائق كبيرة تفيدنا في اللي جاي ودي دائما وأبدا سمة الفريق البطل أنه حتى من الرقام بتاع الفشل بيطلع منه ما يفيده كوقود لللي جاي فيه تفاصيل كتيرة مؤكد فيه أخطاء كتيرة بلا شك فيه تقصير فيه عقوبات فيه تعامل احترافي مع الملف كله عشان نقدر نبني على الإيجابي منه ونصوب السلب منه ما بيردمش مشوار عمله وينتهي منه خلاص لا بيتدرس بشكل أكيد دقيق جدا لكن ما فيه حاجة ما فيش حاجة بتعلن آه لأنه المركب فيه عرض البحر يوم الخميس فيه مباراة مهمة فيه مشوار مهم جدا للأهلي فيه في البطولة المحلية فيه صدارة للأهلي لبطولة الدوري قطع فيها شوت كبير جدا الناس اللي كان بتتكلم على الأهلي الخمستاشر والأهلي الستاشر لمجرد أنه كان عنده مباريات مؤجلة مش عايزة تشوف دلوقتي أن الأهلي أول الدوري فبالتالي مطلوب إعاقة الأهلي آه مطلوب إعاقة الأهلي هناك من يزرع الألغام في طريق الأهلي قولا واحدا بلا شك موجود وده كان مضمون يدفع الكثير من أجل زرع هذه الألغام والمسائل بقت وضحة وضوح الشمس إعاقة الأهلي لدى هؤلاء مسألة لا مرأة فيها ولا كلام عنها وضحة جدا للجميع هناك من يزرعون الألغام مش بس الأشواك بس الأهلي دايما أبدا في قوته وفي وحدته بيقدر يتغلب على كل حاجة وبإذن الله تعالى سيتغلب على كل شيء عنده مباراة مهمة يوم الخميس مع بيرامد الأهلي بعت لاتحاد الكرة لأنه الأهلي صاحب المباراة بعت لاتحاد الكرة طلب استخدام طاقم حكام أجنبي ودفع الشيك يعني الطلب راح مصحوبا بشيك قيمة المستحقات المطلوبة كمنظم للمباراة وسابق للأهلي قال قبل كده هتجيب له حكام أجانب هتجيب له حكام من المستوى الأوروبي الأعلى هتروح تجيب له حكام بيجديره في الدور السعودي يبقى أنت ما جبتش حاجة هتختار وفقا لاخترات يعني تكتاش في أن بكاري جسامة ساد إبراهيم محاكم ست مطشاط في الدور السعودي التلتوش اللي فاته دول بكاري جسامة الحاكم الأفريقي الوحيد اللي بيبيعكم في الدور السعودي ست مباريات هقولها لكم دلوقتي بالتواريخ وبالأسماء وبالمباريات احنا بنتكلم على أنه خليك حريص على أن أنت تدرق الشبهات احفظ حق تكافؤ الفرص الجملة اللي ما بترددهاش إلا مع الأهلي باستمرار لما تيجي تتكلفها يا حاجة أقولك حفاظا على تكافؤ الفرص وتبقى كل الفرص قبل كده منتهكة ومسلوبة خالص ما فيش أدنى تكافؤ بينها بس الجملة دي ما بتسمعهاش إلا لما أمر يخص النادي الأهلي الأهلي بقى تطلب وينتظر استخدام طاقم حكام أجنبي يكون على مستوى ودلوقتي أظن تم تحديد في عالم المعلومات دلوقتي ما فيش حاجة بتستخبه أقدر أقولك دلوقتي مين اللي لعبوا في الدور السعودي ومين اللي بلعبوا في الدور المغربي ومين اللي بيحكموا في الدور التونسي المعلومات متاحة للجميع فعلى الأقل لما بنجيب طاقم أجنبي هات ناس على درجة من عدم الإثارة الجدل حتى خليك حريص على هذه المسألة فأنا أتمنى إن الأمور تأخذ المنحة الشفاف الشفاف الأهلي ما بيطلبش إلا بالقدر المطلوب والممكن من النزاهة والشفافية ما بيطلبش أكتر من كده إنما اختياراتها تبقى مملاة واتجاهات موجهة ما أعتقدش إن في حد بيقبل الكلام دا دلوقت الأهلي بدأ الاستعداد الجدي النهاردة لهذه المباراة المرط اللي صارت المدير الفني قد مرم في ملعب التيتش في تدريبات بدنية خاصة وفي تأسيمة فنية تكتيكية باشموندس للعيبة والجهاز الفني قرر إغلاق تدريبات الفريق ابتداء من بكرة التلاتة إن شاء الله عشان يكون في درجة من التركيز والخصوصية شوية غلق التمريم معناها إنه الأخوة الإعلاميين واللي بيحضروا التدريبات بيعتذروا الوهلم مفيش حضور إعلامي في التدريبات المركز الإعلامي في النادي بيقوم بواجبه وتقديم كل الخدمات الإخبارية والصور المطلوبة لكل أجهزة وسائل الإعلام وبالتالي بمرط اللي صارت بيأخذ القدر الكافي من التركيز في تجهيز اللعبة زي ما حضراتكم شايفين كمان شارك في المران بعد غياب طويل بس بدون ما يكون مقيد مؤمن ذكرية نجم الفريق اللي كان انتهت إعارته لنادي أحد السعودي بالتراضي وما هوش مسجل في نادي حتى الآن فكان جيه شارك في جانب من التدريبات وكابتن سيد عب حفيز مدير الكورة بيطمئن على سعد سمير ووليد سليمان اللي بيسافروا لألمانيا للعرض على الطبيب الألماني علشان يشوف أسباب إصابة أو تدعيات إصابة وليد سليمان اللي كان مصاب في الفترة اللي فاتت في الرباط الداخلي للرجبة وعايز يتطمن عليه قبل ما يرجع يدخل كورة إن شاء الله وسعد سمير انتوا عارفين انه عنده جزء في الرباط الداخلي والخاريجي للرجبة وفي قطع جزء كمان في الرباط الصليب الخلفي هيغيب ثلاث شهور ده فيما يخص الاستعدادات لهذه المباراة بشهونس بس أنت كنت أنت عايز تقول حاجة في الاستعداد لبيراميدس آه محطة محطة آه ليه؟ أنت عندك الصراع السلاسي آي على القمة دلوقتي آه هو مش حيب أرباعي كمان هو سلاسي خلاص آي آآ بين أهل زمالك بيراميدس آي والفوارق تسمح بالمنافسة آم والفوارق تسمح أن كل يطمع في فرصه آم لو عرفت تكسب بيراميد أنت كده بتقطع خمسة وثلاثين في المية من المشوار آم أولا بتبعد عنه أكتر آم ثانيا أنه بتنتظر أي نتيجة له مع الزمالك هي نتيجة هتكون آآ هتستفيد منه آآ الصراع السلاسي أي نتيجة بين اتنين والتالت مستفيد التالت مستفيد بالضبط إذن الحل لأن المطش ده هو اللي هيسبق مطش الزمالك آي إنها كسب ده مش عايز أروح تاني للزمالك وأنا مش كسبان هذا المطش مباراة الأهل والمصري والزمالك والنجوم احتمال لجنة المسابقات تضطر لتأجيلهم لأنه إذا جاء حسب تصريح المهندس زمالك كبيرة متزو الأهل والمصري إذا جاءت المباراتين معادهم في توقيت خاص بالاستفتاء على تعدلات الدستور أمنياً هيتتأجل المباراتين زمالك وبيرامد زمالك وبيرامدس والأهل والمصري الجولة اللي جاية ليوم الاتنين اللي جاية آه آه الأهل والمصري ساعة خمسة والزمالك وبيرامدس تمانية يوم الاتنين الجاية يعني البرامدس حيلعب الآلي بعدين الزمالك أيها ده أسبوع الدوري بس أنا بس الزمالك عنده الإسماعيل يسمى بيرامدس الآلي عنده البرامدس يسمى المصري والله هو 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 الاسبوعين خلاص الاسبوعين دول هم الدوري بإذن الله لكن هو بالنسبة للأهلي مباراة الخميس ممكن تبقى مباراة الدوري اللي تعمل قفزة للأهلي في المشوار لكن النتيجة الإيجابية للأهلي تعزز موقفه في الصدارة لكن أي نتيجة أخرى لا تعني بتعادل أهلي بالنسبة للبيرامدز يعني هي ممكن تكون أكثر أهمية لأنه بيرامدز لعب زيادة عن الآهل والزمالك مبارتين فلما يتساوي مع الزمالك في النقاط هو تساوي افتراضي هل لسا على أرض الواقع الزمالك عنده فرصة يبتعد والآهلي عنده فرصة يبتعد عنه في مبارتين فرقين لبرامدز زيادة عن الآهل وعن الزمالك ففي ظل هذا الصراع فوز الآهلي بإذن الله تعالى يعز موقفه في الصدارة ويخليه يدخل للمرحلة الجاية بمعنويات أعلى بإذن الله المباراة في بيتروسبورت هتبقى الساعة 8 مساء الخميس طقم حكام أجنبي زي ما قلت لحضراتكم لم يتحدد بعد الأهلي في الصدارة 58 نقطة ببرامدز عنده 57 والزمالك 57 الاثنين بيلحقوه فاكرين الدور الأول ببرامدز كان فاز على الأهلي 2-1 اللقاءات الفريقتين باستثناء مباراة الدور الأول لو كنت عايزين تحسيبه برامدز على الأسيوط لسه يبقى فيه خمس مباريات أو ست مباريات قبل كده فيه خمسة كمان لفريق الأسيوط ضد الأهلي لا لا بص أنا مش حابب بقى طريقة دي ببرامدز نادي جديد نادي جديد هو كان الأسيوطي فيه اللعبة دي لا الظروف والإمكانيات والمناخ والإسم هو نادي هو حاجز كرسي بس في الدور هو خد اللايسنز من خلاله الرخصة من خلاله المكانة من خلاله أنه اشترك في الدوري من خلال الأسيوطي ولكن كل شيء ما لوجه علاقة بالأسيوطي دي قعد على كرسيه بس هو جاب نف كل حاجز خد المبنى خد المبنى الأهلي وبرامدز الخميس الأهلي والمصري الاتنين 22 ومرشحة للتأجيل الإسماعيل والأهلي ما تحددتش الأهلي وإمبي يعني المواتشات اللي باقية للأهلي الأهلي عنده بيرامدز وعنده المصري عنده الإسماعيلي عنده إنبي عنده النجوم عنده طلاع الجيش وعنده المقاولين وعنده سموحة والأهلي والزمالك المطشات اللي باقية للزمالك عنده الإسماعيلي مباراتين وعنده بيرامدز وعنده دجلة وعنده الحدود وعنده الانتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي والزمالك بيرامدز عنده الأهلي وعنده بعد زمالك بعديها وبعد كده عنده المصري وعنده المقاصة وعنده دجلة وعنده النجوم وعنده حرص الحدود في الآخر مطشات بيراملز أقل شوية مطشين لأنه لعب زيادة عن الأهل والزمالك مباراة الأسبوع التسعة وعشرين طلاع الجيش فاز على الداخلية 2-1 والمولين العرب فاز على حرص الحدود 1-0 والاتحاد خسر من بيراملز 3-2 واسموها فاز على إنتاج الحرب 2-0 والمصري اتعادل مع الإسماعيلي 1-1 بترجد فاز على المقصة 2-1 وإن بفاز على الجونة 4-0 فوز كبير جدا كان للإنبي على الجونة النهاردة ولي بترجد على المقصة أيضا فوز مهم تأجلت طبعا مباراة النجوم والأهل والزمالك ودجلة يوم الخميس في الأسبوع العاشر مباراة مؤجلة وده للناس هوت الحديث عن تكافؤ الفرص الزمالك قال لك أنا مش هلعب مع الأهل إلا لما الأهل يلعب كله مؤجلاته والناس قال لك آه مع حق ما هو ده تكافؤ الفرص لا ونسيوا أنه الإسماعيلي الغاد دلوقت الزمالك ملعبش مع الإسماعيلي لسه هلعب معادي الدور الأول مباراة من الأسبوع العاشر لسه من الأسبوع العاشر هلعبوها يوم الخميس اللي جاي وبيتكلموا على تكافؤ الفرص الكلمة اللي ما بتتقالش إلا فيما يخص الأهلي إحنا في الأهل وبرامدز بين السلاسي بشكل قاطع لأنه المصري الرابع عنده 46 نقطة بعيد نسبيا بنسبة كبيرة جدا والمقولين عنده 40 نقطة هو والمقصة والإسماعيلي عنده 37 نقطة لكنه عنده ست نقاط موجودين في مباراته مع الزمالك لأنه عنده مباراة مؤجلة مع الزمالك الإسماعيلي لأ 26 مباراة فقط ده الوضع في المؤخرة فيه طبعا صراع عنيف جدا النجوم في المؤخرة عنده 25 نقطة الداخلية 26 نقطة حرص الحدود 29 نقطة امبي قفص شوية بـ 30 نقطة وبيترو جدت 31 نقطة الوضع واسموحة 31 نقطة ودجلة 31 نقطة فلو اعتبرنا من الـ 31 للـ 25 بنتكلم فيه مباراتين 2 ست نقاط الستة أندية دول هيهبط منهم 3 حتى الآن اللي في المؤخرة النجوم والداخلية وحرص الحدود ده الوضع في الجدول وجهزية الأهل طبعا للمباراة بشكل واضح جدا فيه اهتمام كبير يمكن بيغيب محمد هاني للانظارين لكن فيما عدا ذلك وفيما عدا بقية اللعيبة المصابة اللي بعيدة من فترة البقاء يا بشواندس الكل جاهز والكل بيتطلع ان شاء الله من الحالة اللي انتو شفتوها مع نهاية مباراة سانداونز الكل بيتجيب كل تركيز لبطولة الدوري شوف ما هو قيلة ان لعبة الاهلي بتقدم اعتذارها لعبة الاهلي الاعتذار الذي يقبله الجمهور ولا بديلة له الفوز بالبطولات خلاص اللي فات مش هنظر نصلحه لكن اللي جاي مفروض انفقدنا واللي جاي انت دخلت واضمام الامور في يدك ما بيتش مستنى كبوات الاخرين بالضبط كل المطلوب من لعبتنا جماهيركو ليكو حق عليكو جماهيركو اعظم جماهير فعلا كلام مش هزار اللي بيعمله جمهور الاهلي ده ملحمة وبيدي دروس وغيره بيقلده بعدها جماهير الاهلي عارفة تاريخه وعارفة امتى توقف معاه سيبك من بعض الشتات اللي لاسباب كثيرة احيانا دي مقبولة يعني ولازم تشتغل وفي دماغك ان الجمهور ده له حقوق عندك له حقوق عندك له حقوق عندك بس وانت بتشتغل بتشتغل بقدراتك وبدماغك وبقيمك وبسوابتك وبتقلك امل انت ادارة ليه ادارة لانك تتحمل المسئولية عارف ان الاخفاق زي نجاح حينسب اليك الان لا يكون مسموح له في هذه المباراة بحضور خمس تلاف مشجع في مباراة بيراميدز هم بالضبط ثلاث تلاف للأهل كمنظم للمباراة خمسمية للفريق الضيف والف وخمسمية لوزارة الشباب والرياضة بتوزعهم على مراكز الشباب او على الهيئات اللي هي شايفاهم عشان يكونوا لحضور في هذه المباراة خمس تلاف رجعوا يقول لك طب ما هو تكافؤ الفرص الاهل لعب مع بيراميدز في الدور الاولان بدون جمهور ايو عشان ملعب بيراميدز في الدفاع الجوي ممنوع دخول الجماهير فالزمالك لما لعب مع بيراميدز مباراة الزمالك في الدور الاول كانت بحضور جماهير الاهل مباراته في بيتروسبورد بحضور جماهير اذا مباراة الزمالك القادمة بدون جماهير لان هتكون مباراة بيراميدز في الدفاع الجوي بدون جمهور ده الفرق بين الحالتين عشان ما يخذكوش في سكة تكافؤ الفرص انا نفسي بقى بس نفسي بقى ايه عشان نقدر نستمتع فعلا بما تبقى من مشوار الدوري لان الكرة في مصر لا دوري قوي انا شفت الشوت الاولاني بتاع امبي والجونة لا فيه كرة فيه ويعني اربع صفر ما كانش الماتش بيقول كده لكن ظروفه خدته لكده انا ما شفت الشوت التاني الحقيقي فالدوري حلو وقوي والنتائج اللي موجودة في الجدول بتقول هذا الكلام يا جماعة مش كل دماغنا في التحفيل يا جماعة الكرة فيها متعة متعتها انك تتفرج وانت مش متوتر التوتر ده انت خايف حد يحفل عليك فما تحفلش عليها عشان ما حفلش عليك لان دوام الحلم المحال خلينا عقلانين كده وناخد الكرة بتاعيت نفسيك حلوة ونستمتع كلنا تعرف بتحضرني واقعة في اللي انت بتقوله ده بتاعت ان الجمهور يستمتع ما يتحولش للعيب والمدرب اسي روما عنده لعب راجع من اصابة فجاب جون فبيحيوه فواحد من الجمهور قالك دي لعبة سهلة كتب انا اعملها هو ما اعملش حاجة فبرخامة بقى قالوا طب ايه تعال اعملها فإدارة روبا استدعت المشجع ايب عشان يعملوله الكرة ورينها تعملها ازاي نشوف عملها ازاي طيب احظه ملوله حوار ملوله حوار Have run by the other friend. Oddio. I am. Vai! Il mارco steht in facebook اذا فقط قد قدد ااوة جد! هم يعدون الى البتناة نحن نظر list 3, 2, 1 vai ايا la riproviamo dai 3, 2, 1 vai meno male che lo facevi pure tu è l'ultimo tentativo ok non lo scriverei mai più? non penso proprio va bene, grazie Marco in bocca al lupo e sempre Forza Roma 3, 2, 1 2 3 4 5 5 6 8 8 9 9 10 10 11 كده. ده اللي قاعد ينظر. بس ده مش منطق لا. ده شغلتك لعيب كرة. اه. وهي الفرصة مش صعبة. لكن اللي قايب جاي من اصابه جاي بقول ما تحييوه. ايه المشكلة يعني? زعلتك انت في ايه يعني? اه. قالك لا يعني هو عمل ايه? انا عملها. اه. فالتانين رخموا طب تعال عملها بقى. طيب ده ضد التحفيل بقى يعني. ده فيديو معمول ضد التحفيل. اللي قال له كان ممكن نسكوت وما نتكلمش. وكان ممكن نعتبر انه اللي حصل دخل في كتاب التاريخ. بكل ما فيه. لكن علشان فعلا ما ندفنش رأسنا في 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 الرمل. وعشان نتعلم دايما وابدا من كل المواقف اللي بتمر بينا. لازم نقف عند الحدث بشي من الدراسة. ونشوف ايه اللي حصل. الاهلي وصان داونز. الاهلي داخل المباراة. بامال كبيرة. لكن كان يحتاج الى معجزة. فعلا يحتاج الى معجزة. وانتو فاكين المرة اللي فاتت للحلقة الماضية واحنا قلنا اخطر حاجة على الاهل الناس اللي راحة ومعها العداد. وعايزة كل الوقت تقول. الكرة فيها كل حاجة. اول فرصة لوليد ازارو بعد خمستاشر ثانية. لو كان وفق فيها وجدت. كانت المباراة هتروح في سكة تانية خالص. انك انت بدأت المباراة وانت بتقدم. خلاص انت هزيت المنافس بشكل عنيف جدا. لو كرة السلية بعديها اللي جات في العرضة دخلت في الايم دخلت. الدنيا فرقت. لو ضربت الجزاء بتاعت ازارو حسبت. كانت الدنيا فرقت. الشروط التاني. تبدأ الشروط التاني. اديها سبعة واربعين وجون يتلغي. جون شرعي بكل المذاهب. يتلغي في اديها سبعة واربعين. انا بتكلم على التوفيق في التأدير نفسه. ازا كنت انت الفرص اللي ضعت في بداية المباراة. وبقية الفرص اللي في الشروط الاولاني. اللي الحارس كان قد فيها اداء كويس. لو كنت موفق او حتى لغاية بداية الشروط التاني. كان ممكن جدا السيناريو يختلف. بس هي دي الكرة. اللي بيعرف كرة هي دي طبيعة كرة القدم. في مباراة تفتح وتمشي. وفي مباراة تفضل مقفولة. بعد هذه المباراة الاهرام قالت الاهل يفشل في الثقر من سان داونز ويكتفي بهدف ازارو. والمسا قالت اهلي خيرها في غيرها. لكن كان فيه تحليلات فنية مهمة. في البي اين سبورت القناة النقلة. الكابتن هايسن فاروق. نشوف رأيه فيما حدث للاهل في مباراة العودة. نكون الهرد لك الجمهوري الاهلي التي كانت بالفعل هي الداعم واليوم احتشرت لتؤازر او على الاقل تخرج سعيدة بانتصار كبير. لكن اليوم الحظ وعدم التوفيق واضاعة الفرص والرعونة والعصبية من لعب الاهلي لم يكن او لم تكن عند حسن الظن في هذه المباراة. صحيح. اتفق مع الانوان فوز هزيل او انصار هزيل لانه صفر ولا يكفر الصعود. ولكن اداء مقبول. مقبول لحد كبير. ومعظم اللعيبة ادت ما عليها واكتر. وفي لعيبة بزلت مية وعشرين في المية من طاقتها. وما تنساش ان اونيانجا كان ما نظمتش. ولما نقول حارس المرمى هو افضل واحد على ارضية ملعب في الفرقتين. تستطيع ان تلمح ان النادي الاهلي كان له خطورة وكان له ادف رسمي. هدف ملغة. ملغة بداية تسلل وهو ليس تسلل. وهو دي مشكلة مساعد الحكم. ولكن قصة الهدف شفنا توجيهات لامارت النصارتي قبل الهدف لأحمد فتحي بعمل عرضيات. وده كان بعد وزول مراوان محسن. وده كلمنا عليه ما بين الشوطين. هل يمكن سألتك سؤال في قبل الاسوليو يعني كان من الافضل ان يبدأ بالتنين استرايكر. تعودش الفريق قدامك ان هو هيبدأ على الكلام ده. عارف لو بدأ بالتنين استرايكر الفريق التاني حيثست من نفسه على هزا نظام. ومش هيبقى ليهم خطورة كبيرة. نما لما تفاجأ في وقت معين من براه هو يمكن كان لازم بقابدر شوية. كرة دي هدف رسمي ملغة في المية. معرفش المساعد انا اززاي رفع رايته لانا في الاعادة. من الكاميرا الجانبية واضح تماما تماما. نعلي معلول مالاش علاقة بالكورة. وان جوينيو اجي ايه بعد تفتيت وليد ازارو كان في موقف سليم مليون في المية. مليون في المية. معرفش انا هو ازاي رفع راية رجل مغطيه ده ده. واخده في حض مقابل. اه يعني ما في ما في اي تسلو. دي كان ممكن تفرق مع نادي الاهلي. نحنا نتكلم عن ديئة سبعة وربعين. ونتكلم عن بداية الشهود التاني. و نتيجة كاد حتكون مواحد صرف. ولكن لحقيقة الهدف اللي سجيله وليد ازارو ده على طول بعد منازل موروان محسن. لان اللي اه في المنتصف عشان كده وليد ازارو ترجمها لهدف. ولكن اه النادي الاهلي النهاردة لعب جيم كبير جدا. النادي الاهلي النهاردة لعب جيم كبير جدا عشان كده جمهوره قدره تقدير كبير جدا. وكان اه اه يعني يقول له انت عملت اللي عليك وده اللي احنا طلبينه منك. لكن طبعا كانوا يأملوا وهنا هنا يصبح ساز إبراهيم انا ضد رفع سقف التوقعات. بالسمرار بتحط الدنيا كلها تحت ضغط. ما حدش يقول حنزل اكسب خمسة. طبعا. لكن الماتش ممكن يوصلك لدي. على رأيك انت عددت كزا مسل كان ممكن لو فيه توفيق. زي ماتش اه سينبات. طب تلتي سيبت الخمسة. واخد بالك. ولا اتنين وعشرين دقيقة يعني. كان ممكن يبقى فيه حاجزة كده. لكن مكانش ده مطلوب وزا حصل كلنا حنقول بعجزة ونوع نتكلم. اللي سنين فيها مكنش حد يسمح لك انك توصل لللاحظة دي. واضح انيش. طبعا. ما تجيب لي اه الحاكم اللي مش هيسمح لك. انك توصل للنقطة دي. اه المعلم. اه طبعا. طبعا. ست انزلات ده دي اهم من اللي جون اللي تلاغه. اه. ما هو يقولك ده اللي ينزل ما. الرفع. ايه. فالمعلمة انك تبقى طاقم على بعضه. اه. كويس. يعني. اه. دي ايه دي حاجة. لكن هيسم نفسه بقى. لان انا هيسم من المحليه اللي بيعجبوني. صحيح. وآآ. هيسم قال امبارح تعليق طريف قوي. قوي. اه. بيسألوه عالجون. ماتش الزمالك. اه على ماتش الزمالك. ايه رأيك في الجون بتاع حسنة اه غدير. الكرة بتاع حسنة اه غدير. اللي جنش عدت منه. اللي. اللي قاله جون ووما تحسبش و. قالUE الله لوU زمالك نجابان حاوله جون. طبعا. هههههههههه. فقال رأيه يعني بس قالها بطريقة طريفة. طيب. نشوف رأية كابتن ربيع العفوي. في بي ايها ايضا عن. ظروف الاهل وفوزه بعدم التأهل. اه اه. اه. اه اه. او هذا ملخص لأشوفت الثاني او لمجمل النادي الأهلي في هذه المباراة كابتن ربيع من كابتن هيثم وتحدثنا عن أن كان بالإمكان أفضل مما كان ورغم أننا تحدثنا في مقدمة المباراة أن الرمونتدة صعبة ولكن لها لست مستحيلة هذه الكلمة ستطبق في الشوط الأول لو استطاع الأهلي أن يسجل ثلاثة أهداف وهذا كان أمر سهل لولا تألق حارس مرمى مامولي سانداونز ولولا الرعونة التي أيضا أصابت لعبي عن نادي الأهلي لكن ما زعن مرت لصرتي في إدارته للشوط الثاني التبديلات كانت متأخرة أم لا أو هو كان محق فيها طريقة اللعبة التي بدأ بها المباراة طريقة لعبه بشفة عم أمام مامولي سانداونز في هذه المباراة تحديدا هل كان محقا أم أيضا أنه كان مقصرا في بعض الأمور هو أكيد يعني نتكلم ب سيناريو أو بمجمل المباراة كان مقصر لأنه لم يقرأ الخصوم بشكل جيد وأنك تلعب دائما بخطة دفاعية ولا تلعب عندك دفاع يعني صلب هذا أكيد بأن المداري بتحمل مسؤوليته لأن اليوم لو شاهدنا كيف أظهر مباراة مامولي سانداونز في مباراة الذهب وكأنه لا يعرف مامولي سانداونز ولم يعطي حقه ولم يحترمه وبالتالي كانت هناك مساحات استغل للمتنافس وسجل خمسة أهداف كذلك أعتقد بأنه في مباراة لا تقبل التأخر تأخر على مستوى التبديلات شاحات كلامنا في شوط الأول كان غائب تماما وبالتالي كان الاعتماد عليه هو اللاعب رمضان صبحي رمضان صبحي نسبيا تواجد لكن الشاحات طول الشط الأول لم يحتموا لشيء أعطيته فرصة بالنسبة للشوط الثاني وهنا أضعت الوقت المفروض أنه على مستوى المستوى على الملابس تغير اللاعب تعطي فرصة لمروه المحسن ممكن تلعب بمواجمين أو لاعب مثلا مثل ناصر ماير على مستوسط الميدان رمضان صبحي الجهة اليوم وقت جهي على الجهة اليسرى لأن تدعيم الأجنحة كان مطلوب خاصة مع فريق يعني ممكن يشكل نقص خاصة في المساعدة الوجومية التي يقوم بها أكيد أن الأهل يؤدي ضريبة عدم تقييمه للمباريات بشكل جيد وبشكل ذكي نتكلم هنا في هذه المنافسة بالذات أنا تكلمت عن المشاكل التي تحصل عليها الأهل منذ المباراة الفاصلة ضد الجيمة الإيتوبيا لم يستفيد من الدرس نفس الشيء مع السورة نفس الشيء مع الفيتا نفس الشيء مع السينبا وبالتالي أتى الضريبة في مباراة ضد ماني ديساندانس الضريبة أعتقد بأنها كانت كبيرة من الدولة من الآخر بقى لعيب النادي ذلك أفراد يمتلكون القدرة والمهارة يمتلكون القدرة والمهارة كناحية مورال أخلاقية يمتلكون الإرادة يمتلكون الإرادة ولكن ينبايع عليهم أن يأخذوا الأمور بنفس الجدية مش ضرورة أتزيني قوي عشان يبتدي حل أيوة وده أنا بقول كده عشان ماتش بيرامد لازم أنا اللي أبقى الفعل أنا اللي إيدي أنا لو بقيت كنت الفعل سواء أن فماتش الترجي في الفاينال هناك أو فماتش خمسة صفر بتاع جنوب أفريقيا لو أنا الفعل ما كنتش هتعرض للهزيم التقيلة دي فأنا يعني شايف أن العيب الاهلي عندهم القدرة طيب أنا لو سألتك إحنا خلاص قفلنا بنقفل الكشكول بتاع أفريقيا إيه أبرز الدروس اللي إنت شايف لازم أن نخرج بيها من هذه المشاركة الإعداد النفسي الإعداد النفسي مؤكد 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 إن لعبة النادي الأهلي بيلعبوا تحت ضغوط بتوصلهم لحد الشلل أحيانا طيب الإعداد النفسي إيه تاني؟ النمر اتنين جماعية الأداء ألمح أحيانا فردية من النجوم ولازم كل العيب يفهم إنه مش نازل يثبت نفسه خلاص أنت بقى لك سعرك السوقي اللي معناه أن أنت لعب كبير إنما لازم تفهم إنك لعب كبير عشان أنت كلك مرضود فردي وجماعي وتكتيكي وأخلاقي وكده تمام الجماعية الجماعية والإعداد النفسي الفريق هو البطل شخصية الفريق الفريق هو البطل يعني مؤمن وزيسيما كان بيجي يقول للعيبة عايز تلعب لعبة فردية يروح يلعب بولف ويأر فامي لهير كلنا لازم كل واحد فيهم ودي حتة كان الجهري شاطر فيها رحمة الله عليه يعيشهم الحلم بتاعه أنا مرة بكلم معه بعمل معاه حديث وأنا بكتب في المصور زمان قال لي أنا وصلت اللعيبة إنها قبل كاس العالم كل فرق حيلعبوها حفظين شكل مش حفظين لعب لتأهيل بقى حفظين شكل اللعيب اللي هيقبله يعني الباك هيقبل وينج مثلا مين في ماتش أيرلندا فلاني 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 حاطي صورته على المراية يلزقه له قبل الماتش يعلفه تعود عليه وتكلم معاه ويقوله مش عارف ايه يعني مش خبلان يعني أهه أهه نوم من التكيف ويفرجوا على شريطه وفرجوا على لعبه بحيث إنه يعرف إن البني آدم ده وانا اعتقد النسان داونز عمل كده معاني انهم حفضوهم اول عيبة الاهلي وانت خدت الماتش خلينا بقى مرة يعني نرجع لنفسين ها في ظلم تحكيم وفي انا بتكلم على الاداء بقى لان الاداء ها في ظلم تحكيم لكن كان ممكن يبقى الكور اللي جات في العرضة بدل الكور اللي تلاغت فاهمني لا الاداء ما كانش كان بيقول ان النادي الاهلي ما كانش اصلا فكرة انه ما كانش في حالة بدنية ده مؤكد سببها ايه المال ازاي وانا راي عارف ان الماتش ده مهم جدا حاجة اتحطت في الاكل اول مرة نسافر مغير طباخ بالزبط اول مرة الاهلي يطلع هو طبعا محتمن على انه جنوب افريقيا دولة محترمة لا ده خمس نجوم والاكل فيها احسن من اوروبا اه بس ايه المثال انت بالتالي اول سافرية سافر ما معاكش الطباخ بتاعك ومعاك طيرا خاصة انا بقول للاسباب مش معاك كده ان انا بقول ده اللي حاصل لا هما عايز لا هما انت قلت ايه انت قلت هما ذاكروك كويس ده هما ذاكروك كويس قوي وكمان جوم هنا حتى معاهم المياه بتاعتهم مش عايز منك حاجة يعني هو اللي عملوا فيك مش عايز يحصل فيه عايز يتجنبه ممكن بس انا خلينا انا هنا انا باتكلم ماش بكلم انا وانت ات فاهم انا قصدي ايه وانا فاهم انت قصدك ايه لكن المطلقي والمتربس هياخدوا كلامنا لمنحة تاني ويلغي كل لا ما هو انا بسألك كنت في الاول ايه الدروس ما انا بقول لك ها ما انا بقول لك اه طب عشان نقفل السكة اه 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 الخايبة يا سيدي ان احنا بن بنتصور انه ممكن يكون حظر تخدير اه او بنتلك عشان ما نتلككش يبقى نتغنب كل ده يبقى ما ينفعش اسافر من غير الطباق وميتي واكل وشوربي في اي سفرية ام انت على فكرة بداية موضوع الطباق اللي بتاخده معاك لما اخدتوش هذا حالة من الاسترخاء ايوه عملت مسج عملت رسالة للعيبة ان انت متهم احنا رحين بلد راقي بقى وعلى مهلنا وعلى ملعب نضيفة قوي وطلع كرة بتاعتنا كده لا هي مش كده هي منافسة اه يعني قاتلة عايز ده كل اه زره بدنية وكل زره زهنية وكل زره اخلاقية وكل زره زره نفسية تكون موجودة زائد التاكتك من المدارب اللي ده يعيش يعني هو انت هو انت بدا ما قدرت تتقدم الماتش ده هنا ما قدمتوش هناك لإيه فاهم القصدي اللي منعك يعني لو انت عملت كل اللي عملته ده هنا لو انت قلت اللعبتك انا مسافر وانا خسران ثلاثة صفر انا دلوقتي صفر صفر هوليس يا جماعة هنلعب علوماتش ده وكننا خسرين ثلاثة صفر وعاديين نرجع هنعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة طب لو دخل فينا جون هنعمل ايه طب لو جبنا جون هنعمل ايه كل السيناريوهات تبقى متحفضة احنا فريق كبير فريق بطولات وعشان فريق كبير وفريق بطولات وافريقيا دي بوابتك للعالمية ويمكن كمان انت بتستند اليها في كل استثماراتك في الرعاية وحقوقك وغير وغيره كلها جاية من منطلق قيمتك في هذه البطولة تحديدا لازم الاهتمام بيها احنا شفنا الآلي كان بيبقى فيه مأمن من مثل هذه المباريات في العودة لما يكون هو صاحب الضربة الاولى بره احنا لازم شخصية البطل ترجع في المباريات الخارجية دلع اننا في مباراة الزهاب ننساه انت بتلعب بقيمة الاهلي وباسم الاهلي وبشخصية البطل خاصة اذا انت كان ربنا وفاك انت كنت هتلعب الفاينال بره باستمرار الفاينال بره الفاينال جوه انا باستمرار احافظ على شخصية ان انا اكسب عشان اكون في مأمن رايح بره علشان اكسب بس عشان تكسب لازم انتاخد كل الاسباب اللي هتسهلك ده اول هذه الاسباب وده مؤكد الجهاز الفني بعد كده يتدرسه دراسة الخصم بشكل دقيق اوي سانداونز اشتغل بشكل احترافي احسن بعد محل الاداء ومنسق مصري مشغل معاه في الجهاز منسق مصري يسهله التعرف على كل معلومة عندك الرجل عارف كل حاجة عن فرية الاهلي عنده عشر مباريات شافهم للاهلي هو شايف ان ده اصعب مباراة تواجهه في المشوار بتاعه هو توق في 2016 على حساب الزمالك سيبنا انه هو كمدرب بقى خبير في عمليات التنويم المغناطيسي يصدر لك حقات كبيرة جدا احنا فين والاهلي فين احنا فين والزمالك فين يعني خدر الزمالك في 2016 ونيم الاهلي هالفقر مدرب سيمب عمل كده خلاص المدربين في افريقيا بيعملوا كده فهو بصوا اهتمامه بانه الاهلي في سكته فدي اصعب المباريات شخصية الاهلي مش عشان وقعت مع سانداونز من الاول انا قال انا ان القرع جابتلي سانداونز عملت مسيج سالبي للعبتي انه سانداونز مرعب بس علشان يكون هو مرعب بالشكل ده انا عملتي عشان استفيد منه مش كفاية ابدا ان انا ابعد اتطمن على الاقامة والحجز والفندق والملاعب قبل البعثة بيوم او يومين مش كفاية انا لازم يكون عندي نوع من المتابعة الفنية الدقيقة يبقى عندي منسق فني ومحل الاداء متابعين المنافس وعندي رؤية تحليلية كاملة لكل حاجة عنه زي ما هو عنده معلومات تفصيلية دقيقة عني كان لازم اكون عندي طريقة كاملة جدا لمعلومات كافية عنه وتتذاكر بشكل كويس قوي وتتحضر للخواجه بشكل مبكر جدا باستمرار عشان يروح يلعب بره للمكسب فكرة بقى الظروف المواتية زي انا اقدر اكون في مأمن من اي مألب ممكن يتعمللي ما احنا لو كنا شايفين او لو احنا فاهمين ان الاهل التانيين او المنافسين مش خايفين منه يبقى احنا مش شايفين نفسنا صح ان اللعيبة كانت في حالة بدانية مش طبعية اللعيب محدش حتى بيكلم حد الظروف دي ايه سببها ده المجهول اللي محدش يقدر يفتي فيه بس احنا بنتكلم كيف يمكن ان نتجنب تكرار مثل هذه الاحداث او هذه الظروف الطقس في جنوب افريقيا هايل جدا بتلعب في درجة حرارة نهارا ساعة ثلاثة درجة الحرارة تريبا واحد وعشرين ولا اتنين وعشرين داخلين على شتاء ما عندكش مشكلة الساعة ثلاثة دي جزء الناس عشان بادوا احنا بنتكلم اه دي الجزء اللي انت كنت عايز تنوضحها لا ما هو الساعة البيولوجيالي هي هي عادتك الحركية انت لما تعود كل يوم تصحى الساعة سبعة واصبح بتبتدي حياتك في البداية تقعطي شغل من ابه نسيت يوم تزبط المناب تلاقي نفسها بساعة ساعة سبعة اه بيولوجيا فانت عندك عادتك الحركية عادتك النمطية اه 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 اما تغير موعدها لا بتعثر انا وانا وانا بقول الكلام ده مش بقول ان ده سبب اه معنا كتير نلعب الدور ونكسب اي واخد بالك لكن انا بقول لما تتجمع الاسباب دي كلها مع بعض واهمها عدم الاستعداد الجيد واحترام الخصم بالقدر الكافي ما خفتش منه انت بتقول ان انا مندهش ازاي احنا بنقول احنا الجماهير خفت منه لكن اه ما خفناش تعرف لو كنا خفنا منه كنا عملنا اللي عمله هو خف مننا يعني وانا انا رأيي بقى هنا من ضمن الحاجات ان احنا نخف من كل فرق مهما كان مستوى تركزنا كاينك بتلعب جولة من مباراة واحدة رايح ابدأ بره اكسب بره اتجنب لانه بالذات خلاص الفواصل برا وجوه ما عادتش موجودة كتير التداول بين اللعيبة في الاحتراف خلى فكرة الارض ما عادش ليها التأثير الا في الظروف المعاكسة خصوصا الا ما يكون فيه ملاعب جيدة ما تلعب في الاحراش وملاعب وحشة او طقس مخالف تماما للطقس اللي انت فيه ممكن الظروف تكون مختلفة لكن عامة خلاص ما عادش فيه فوارق حقيقية بين ارض وارض او دولة ودولة نكون على درجة عالية من التجهيز النفسي على درجة عالية من الاستعداد الفني بالذات ومتابعة الخصم بشكل دقيق نكون على درجة عالية من الاحتراف اداريا انا اعتقد في التجهيز الفني والنفسي والاداري ده لازم يكون لنا درس كبير جدا من هذا المشوار لانه خلاص ما هو الان خرج بس مش اخر مش نهاية البطولات ساذا برايب برضو عشان يعني بس نتكلم كلام عشان الناس نفكر معانا وانا لما يعني حتى لو انا عندي معلومة وغلطة او بتاع ما هي مش نهاية تكون يعني من ضمن الاسباب اللي ادي اخذ بها وانا مقولش هي السبب طب هو جنوب افريقيا ما فياش ملعب مضاعة فيها او لم فياش فيها طبعا طب ليه اختار يلعب الظهري هو دايما بتعود كده مع عملها معاك اكتر من مر هو متعود كده وعارف انك مش بتعود كده فهو دي لو هتساعد بنسبة واحد في المية اقولك طب ما استفيد منها ده جد منك تاخد بالاسباب بس اخد بالك حاجة تحديد المباريات دلوقتي في الجوالات ديات بالذات يعني القناة النقلة بقى ليها دور عايزة تنسخ الاجندة عشان تزيع كل المرشاط فحدده تلت معايد تلاتة وستة وتسعة كويس انت بتختار هو اختار تلاتة اه ليه اه لان عارف ستة وتسعة انت هنا بتلعب ستة وتسعة ثلاثة بالنسباله هو هيقضي اتمرن ثلاثة 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 على ما تجيله ما بقلش ده السبب لان، ما انت ممكن تروح وتغلى هذا صعب منهم الوصل نحن بفكرنا بحاجة ان المباراة كانت ستة القناة النقلة هيا اللي نقل طلب نقل تلاتة انا بقول ايه انا بقضى ما هو انت لما بتحطر احنا قلنا ايه من الاول اصاز ابراهيم قلنا ان احنا محترين في الاسباب فبتنقب انا عما لافتش ان شاء الله يكون عامل واحد في المية له تأثير بنسبة اذا احنا بنقول يا ترى ايه الاسباب احنا ما نقولش دي الاسباب مش بنتحجد بيه ما هو اصلا تعرف حاجة كبيرة زي ديه مناش سبب واحد عندما انا بتديت الحلقة بقول ايه عندما يعجز المنطق عن التفسير اه يعجز المنطق عن التفسير بتروح بقى اللي حاجات دي كلها بتقول يمكن هتقوله المخدر يمكن مش معنى كده ان انا بقول ان اللعبة تخدرت لا على فكرة انا مش مع كل الكلام ده لكن اما تيجي انت تقول ايه انا دخلت الامتحاج يا راجل ده انا كنت متبنج مش عارف افكر انت بتقول على نفسك كده هل انت كنت متبنج لا لكن انت لما يكون فيه حالة ما انت شعرت في السرع بتروح تقول بقى كل الاسباب خاصة اللي بيبقى على الكل تبقى يعني فعلا حالة جماعية حالة جماعية حالة جماعية حالة جماعية اه يعني انا افتكال ماتش للكابتو الخطيب اه تحت واحد وعشرين سنة كان قال وزمالك الفريتين مين بقى يعني ايه حاجة عبقرة الجليه كان فاروق جعفر مش عارفين في الزمالك وحسام السمر والصرا فيه والقال فيه الكابتو الخطيب وصفة عبد واخرين مش فاكر الفرق لكن حالة الكابتو الخطيب يوميها أستاذ إبراهيم ما شفتوش في حياتي كده لدرجة ان فيه كرة مرفوعة وهو تحت العرضة يعملها بالبلاد كده بسكها بيده شقاطة كده نط شقاطة فاكر اللقطة دي فبتكلمه بعدها بمدة اتضح ايه وكان حيطاح بالدكتور وقته الكابتن صالح راح سأل ايه اللي حصل فالخطيب قال له انا قبل الماتش ما كنتش قادر انام عاد تطولي الصحي ومشدود وبتاعه قال له بعدين قال لي لا دكتور فلان الله يكرمه داني حبايا مهدئة حبايا مهدئة جري صالح الدكتور ازاي وازاي وازاي اتخدر هل هو عايز يخدره مش عايز يخدره ولا كانت كابتن صالح هيعرف إلا إذا سأل ايه فاهمني لكن دي حالة فردية كانت حالة لعيب لكن لما تبقى الفرقة كلها كده لا القصة تبقى تاخدنا في سكك تاني صحيح طيب موقع يا الله كورة قال لعيب والاهل يعتذرون للجماهير في برج العرب بعد الخروج الافريقي والحقيقة جمهور الآلي كان هو رجل المشهد كان هو فعلا نجم هذه الليلة لأن العالم كله احترم هذا الجمهور لهذا النادي اللي فرقته خارجه من بطولة محببة ومفضلة عندها والجمهور يقف الوقفة دي ويحيي اللعيبة ويشجع اللعيبة وسقف للعيبة ويهتف للعيبة وهم يروحوا يعتذرون له فكان جمهور الآلي بهذا السلوك الرائع جدا مضرب المثل في كل المواقع والصحف المصر اليوم قالت أعظم جمهور في الكون والوطن قال الجمهور على المرة قبل الحلوة معك يا أهلي الجمهور نجم المباراة جمهور الآلي بيحيي اللعيبة بعد المباراة عشان يأكد القول الدائم والحقيقة السابتة اللي كل الناس بقيت عرفاها واللي بتستمد منها جمهير الآلي قوتها إن دايماً وأبداً جمهوره دا حماه مجاي إيه؟ مجاي إيه؟ جمهوره دا حماه ودائماً جمهوره حماه دائماً عظيم يا جمهور الآلي وأنتم فعلاً وقت الشدة بتبقوا الرقم المهم والأهم في المعادلة وعشان كده مانو جسي أستاذ إبراهيم أما جي تاني مرة وابتدى تكسب سنتين واربع أتذكر مشهده وهو بيلف في الملعب يوم حسم الدوري بيعمل الجمهور فور يو فور يو فور يو فور يو ويمكن دي نقطة من أجلكم أيوة من أجلكم شو أبلغ أبلغ تعليق يلقص العلاقة بين الأهلي وجماهير بتعمل كل دا من حجل هذا الجمهور هذا ما يفعله الأهلي فور يو عشان الناس بس ما تحورش الكلام بمعناه اللي أنا ابتدت بيه نحن نعمل من أجليهم مشان نحن عادل القيعي الأهلي ومسألوه ولعبوه من أجلكم من أجلكم الإعلاقة تبقى كده من أجلكم اللحظة المهمة لما لعبت الأهلي راحت تعتزل للجمهور والجمهور اللي فلقيته مودع البطولة المحببة بيرد التحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقق كيف يحرم الأهلي من جماهيره العزيمة ايه الجمال ده ايه الرقية ده هو الرسالة ايه اللي وصلت في الملعب يوميا عارف اللي مسيطر ايه الرسالة سيد زبرائيب بس حلقة خاصة اعملوا اللي عليكم واحنا في ظهركم ومقدرينكم اعملوا اللي عليكم ما تقصروش وما تقصروش في حقنا وما تقصروش رقبتنا ايوه عارف الجمهور اللي مسيطر عليه على ذهنيته في اللحظة دي ايه في رأيي مش عايز ينكسر مش عايز يعيش اللحظة اللي الاهل انكسر الاهل خرج من البطولة بس الجمهور رافض انه يعيش لحظة الانكسار فحولها الى وقود انتصار حقيقي المفهوم للعلاقة فهم جد لقيمة الاهل اعمل اللي عليك يا ابني وما تقلقش انا مش بحطك تحت ضغط لكن بحطك امام مسؤوليتك معاك يا اهل نشوف الأستاذ عمرى قديب في MBC مصر بعد خروج الاهلي حاب يحفل ولا يعمل ايه عايز اوجه تحية الى جمهور النادي الاهلي واقول يا بخت الاهلي بجمهور الناس دي النهاردة تجمعت في استاد بورج العرب زي ما انتم شايفين حضراتكو بعشرات الالاف وفي نهاية المباراة رغم اخفاق الاهلي في التقاول الى ان هذا الجمهور الوافي زي ما بقول لحضراتكو يا بخت الاهلي بجمهوره ويا بخت فرقة الاهلي بجمهورها تصفيق حاد لكل لاعب في المباراة رغم اخفاق الاهلي وفوزه بهدف واحد زي ما حادكو شايفين من اول الماتش لنهايته يشجع جمهور الاهلي فريقه ويقف وراءه وبيحاولوا يديهم الدعم ويديهم التشجيع انه يقدر الاهلي يكمل في مشواره في الدور المصري رغم خروجه بشكل يعني غير جيد طبعا فكل الاهلوية يعني في القهاوي وفي كل مكان النهاردة جمهور الاهلي جمهور وفي وارجع واقول يا بخت الاهلي بجمهوره وابنقول الاهلي هارد لك صحيح ولكن خليني بقى اكلم حضراتكم عن الماتش يا عم عمر معذب نفسك ليه تنبقى تتحاول الى جوز من هذا الجمهور العظيم يا بخت الاهلي بجمهوره ده يخلينا نقوله كل واحد اهلاوي كان في برج العرب شكرا شكرا بجد شكرا ان انت مسلت الاهلي في المدرج احسن تمثيل انك ساهمت في صورة حضرية محترمة لجمهور فعلا راقي ومحترم وجمهور رياضي قدر مجهود لعبته عرف قد ايه بزلوا كل اللي عليهم ما اصروش ففي النهاية استحقوا التحية حتى وان كان خالفهم التوفيق او غاب عنهم الحظ او وقف ضدهم هذا البكاري ابراهيم فاي في قناة النهار نشوف رأيه ايه في خروج الاهلي تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي مفيهاش جدال مستحيل مستحيل يكون ده جمهور فرقة مغلوبة خمسة صفر ابدا الناس من الصاعة 11 الصبح وبقالهم اكتر من كام يوم بيناموا في الشارع علشان يبقوا موجودين ورا النادي الاهلي لفتة لو بتاكس حاجة مش هتاكس اكتر من انه زي يبقى انت جمهور منتمي وجمهور وفي والحلو واللي عجبني النهاردة هو كمان الوعي ودي تحط بقى تحتيها مليون خط هقولك ازاي الوعي تعالوا نشوف شوية كده من هتفات جمهور النادي الاهلي وهذه الاعداد اللي انا متأكد بنسبة مليون في المية مليون في المية انه النادي الاهلي ما كانش حاضر له بس في المدرجات 30 ألف انا متأكد ان كان هناك دعم كبير جدا جدا من وزارة الداخلية ومن الامن المصري في المساعدة على دخول جمهور انا متأكد انه اكتر من 30 ألف ومتأكد انه الناس كان في حالة من حالات التشجيع وحالة من حالات المسندة للنادي الاهلي لانه الرقم اللي انا شايف او الاعداد اللي انا شايف دي يعني من غير ما احسب كتير دول اكتر من 30 ألف تعالوا نسمع شوية من هتفات جمهور النادي الاهلي وبعدين نرجعنا كامل اشتركوا في القناة طبعا بشكر الزملاء في موقع البوابة نيوز احنا جايبين منهم الفيديو اللي معروض قدام حضراتكم على الشاشة يبقى انت ما بتشوف هذا الكم من الجماهير وهذا التوافد الجماهيري دي فرقة او ده جمهور يحرك الصخر مفيش احسن من كده ومفيش اعظم من كده ده رأيي الاستاذ ابراهيم فاي كابتن احمد شبير واحد من الجمهور الاهلي صنع نجوميتهم وقيمتهم وامجادهم كيف رأى احمد شبير على اونسبورت جمهور الاهلي في برج العرب جمهور الاهلي جمهور الاهلي النهارده الحقيقة من قبل المباراة بساعتين وهو بيغني وهو بيرقص وهو بيشجع وهو بيحفز وكأن فاروقه بيلعب المباراة النهائية وكأنه فوزه بهدف وحيد يخليه حيفوز بالبطولة جمهور الاهلي النهارده الحقيقة وطريقة اداءه وطريقة تشجيعه مش كانت مثالية ده كانت ما هو فوق المثالي حاجة مش طبيعية اولا احترام فيش لفظ خارج مفيش كلمة يعني دون المستوى مفيش اي حتى نقد اللعبتهم وديك سامع المباراة طوال التسعين ديها حتى المخرج موطاش الصوت جمهور الاهلي عنده ثقة في فرقته عنده ثقة في نفسه جمهور الاهلي لا يتوقف عنده خسارة بطولة لكنه النهارده ما كسبه اكتر بكتير من بطولة جمهور الاهلي النهارده اعطى للجميع اشارة احنا جايين نشجع كرة قدم فقط لا غير ما عندوش لفتات استفزازية ما عندوش هتفات استفزازية ما عندوش اي نوع من انواع الخروج عن النص سواء كانوا شباب او بنات او كبار او صغار بالعكس الكل النهارده كان عارف انه في مهمة في غاية الاهمية الجمهور اداها كان هو خير سفير جمهور الاهلي النهارده فضل من الثانية الاولى حتى الثانية الاخيرة بيشجع فريقه مباراة فازة فيها النادي الاهلي ستة صفر مش عايزة منقشها ستة صفر لا ستة واحد ناخره برضو ايوه فستة صفر ليه الجمهور ده كسب كاس العالم للمشجعين وصل من وجهة نظري ورسالته وصلت عبر العالم كله ايوه ان النهارده مش مش اوانطاجية ما بتنصبش على نفسها ايوه ما بتقبلش بالاداء الهزيل او الانتصار الهزيل او الانتصار غير المستحق تخسر بشرف تشعر بفخر جمهوره فعلا من الحاجات اللي تقف قدامها وبدنك يقشعر بجد يا أستاذ برايب يا بختك يا أهلي بجمهورك ويا بختك يا جمهورك بالأهلي والحقيقة النقطة برضو المهمة جدا في اللوحة الرائعة دي العلاقة بين الجمهور والأمن لان كل التقارير الصحفية اللي كانت جاية من برج العرب انه فيه نوع من العصف المشترك الأمن ورجال الأمن ورجال حتى الجيش المشرفين على أستاذ برج العرب أستاذ الجيش في برج العرب الكل حاسس بجمهور الآلي الكل بيقدم كل التسهيلات للجمهور الكل حريص على المعاملة الكريمة اللائقة جدا بيقدمه للجمهور كل التسهيلات في الدخول آه فيه تفتيش فيه إجراءات أمنية احترازية لحماية الجمهير نفسها بمشي في منتقى الانسيابية والعرامة الرقي فعشان كده الصورة الحضرية اللي بدأت على الأبواب وبرى الأستاذ انتقلت إلى الداخل لا شفنا زي ما كابتن جوبير قال لا لافتة موسيقى ولا شعار ولا هتاف خارج الكل في معية وحضرة فريق عظيم اسمه الأهل عارف المباراة دي عملتها يا أستاذ إبراهيم حتكون نقطة فارقة في العلاقة بين الجمهير والأمن والدخول والخروج والنظام هذه مباراة وضعت نقاط فارقة فارقة ودوبت كثير من الجليل نبنى عليه كلنا نبنى عليه نبنى على ما حدث في برج العرب وتنباهوا للي حيتسللوا في وسطكم ايوا عشان يعبسوا في العلاقة اللي خلاص واضح ان ساعة الجد كلنا هذا الرجل وتكون الصورة الحضرية المحترمة جدا تنقلها القناة ناقلة للبطولة الزميل أحمد نوير الحياء مراسل قناة بيئن في أستاذ برج العرب نشوفه كيف رأى هذه اللوحة الحضرية المحترمة كان لديك بعد هذا الخروج وهل الجماهير خرجة راضية عن أداء الأهلي اليوم أم أنها كانت تنتظر على الأقل نتيجة يعني طليق باسم الندي الأهلي أكثر من 1-0 تفضل أحمد تحاتي لك أحمد تحاتي لضيفك الكرام لكل مشاهدي ألبين سبورتس يمكن بالتأكيد الأهلي خرج من دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة بعد الفوز بهدف نظيف هنا على ملعبه كما ذكرت زميلي أحمد كان الكل يمن النفس منذ بداية الشوط الأول والهجوم الذي بدأ بها الأهلي كانت تفاعلات الجماهير كبيرة جدا مع اللاعبين تحفيز لهم طوال عمر المباراة ولكن ما أود أن أؤكد عليه خلال هذه المدخلة وبكل أمانة يعني شابو لجماهير الأهلي شابو لجماهير المصرية التي جاءت لمؤزرة الأهلي مشهد يعني مشهد من ذهب الأهلي انتهت المباراة صفر حكم المباراة بنهاية المباراة وأطلق صافرته ثم انفجرت الجماهير بهتافات مشجعة للفريق الدوري يا أهلي الدوري يا أهلي يعني الجماهير يعني لم تكن قاسية في رد فعلها على رغم الخلوج الآلي على أرضه وسط تحفيز جماهيره له لم تخرج الجماهير بشكل غاضب على لاعبيها وتجمع اللاعبون في وسط الملعب وهتفت الجماهير لهم وذهب اللاعبون إلى الجماهير لتحييتهم على هذه المؤزرة جماهير بصراحة يعني الجماهير لها التحية والتقدير على ما فعلته اليوم يمكن كان هناك يعني تحفظات من نسبة للجماهير ومن نسبة لللاعبين ومن نسبة الجزء الفني الأهلي على أداء التحكيم للمباراة وما شاهدته بعيني يعني كان هناك حالة من الاستفزاز إلى حد ما من بكاري جسامة أثناء خروجه من الملعب كان الأمن يحاول إخراجه بشكل آمن بصراحة وهذا ما شاهدنا وتابعنا ولدى خروجه يعني كان يتلكأ في الخروج لدرجة أن الأمن كان يدفعه إلى الأمام ولكنه كان يتلكأ وينظر إلى الجماهير الأمر الذي أثار حفظة بعض الجماهير وكان وألقوا بعض الزجاجات المياه البلاستيكية حتى ذهب ودخل فريق سانداونز إلى الداخل لكن تحية للجماهير في العموم على أدائها ومؤذرتها لفريقه طيب جماهير من دهب مش عايزة من منخشة هذه الجماهير عوضت الأهلي أمام الرأي العام العالمي أيوة قال أنا قلل كل العالم لا 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 قالت لهم لا لأهلي ده حاجة ثانية العالم يرى الأهلي من خلال جماهيره الآن قيمة الأهلي في هذه المباراة نقلت إلى العالم من خلال جماهيره بس أنا بقى جاي عن دكاة كلمة قالها مهمة جدا عشان الكابتن متحد شالب بقى أنا اللي أعده ركز قال كلام حلو في حق الجماهير وبعد في الآخر إيه الأزايز ومش عارف إيه يا كابتن متحد أنت سمعت الكلام ده وسمعت أنه كان بيستفز الجماهير عشان الجماهير تعمل كده لأن الراجل ده وصل إلى مرحلة أن يوظف لاستفزاز الملاعب المصرية الراجل ده جاي برسالة يؤديها مش ماسك صفارة فكان ينبغي أن تكون أنت المنصف في هذه اللقطة وزي ما اعتذرت في الأولى مش هقولك اعتذر في الثانية بس كنت عرفت ملابساتها أنا معاك لا حتى لو في استفزاز أنا مش معها غطأ كزوزة تريمي أو غطأ زازة بلاستيكية تريمي خالص غطأ زازة بحساب هذا البكاري لكن إذا كان وعي الجمهور تدفق في برج العرب بهذه الصورة الحضرية الرائعة فعبر السوشيالبيديا وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي كان سلوك جماهير الأهلي ومحبيه أيضا حاضرا ويبعث برسالة للعيبة الأهلي اعملوا كل اللي عليكم وفي النهاية معاك يا أهلي نشوف هذا التقرير صنع في الأهلي جماهير عشقة ناديها الذي طالما منحها الزهو والفخار فكانت له سندا عندما عز عليه الانتصار وكما كان الدعم في المدرجات كان أيضا على صفحات السوشيالبيديا بأحرف من ذهب بدأ جروب أهلاوي وأفتخر بدعم اللاعبين ارفع راسك يا أيمن انت أهلاوي يرد عليه جروب مع الأهلي دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل القادم أفضل تثبت الجماهير أن العشق ليس شعارات فيكتب جروب افتخر أنت أهلاوي معاك على المرة قبل الحلوة مش كلام دي أفعال فيزيد جروب معا لرفعة الأهلي من شعر المحبة بيتا فخور بالانتماء للأهلي العظيم ولاعبيه ورئيسه يتجاوز جروب الأهلي حبيبنا الموقف الحزين إلى الثناء والمؤازرة برافو يا أهلي ومعاك على المرة قبل الحلوة فيؤكد جروب عائلة الأهلي على العلاقة الفريدة أعظم نادي في الكون لو كل الدنيا ضده هفضل أحبه بجنون من جروب أولتراس أهلاوي حاربتم وكنتم رجالة لكنه الحظ والحكم معاك يا أهلي فياتي تكيد من جروب صوت الأهلاوية هي الناس اللي بتطمن الأهلي وتقوله إحنا معاك هو إحنا نقدر نسيبه هو عشق الأهلي بما زجنا فيرد أولاد التيتش مجددا على الحلوة والمرة معاك يا أهلي تأتي لقطة الكابتن الخطيب الحزينة في المدرجات لتكون حديث الجماهير الوفية فيكتب جروب نادي القيم والمبادئ كم أبكيتنا فرحا كم ملأت قلوبنا سعادة عشت لنا قيمة وقامة مثلا ومثالا فياتي رجع الصدى من جروب عين على الأهلي لا تحزن كلنا معاك رؤية مختلفة من الخبير الكروي محسن صالح ربضارة نافعة الخروج من البطولة الإفريقية هو علاج مر لظاهرة إرهاق وإصابة اللاعبين ولتفادي التعرضي لها مستقبلا أخيرا وليس آخرا كانت ردات فاعل الجماهير الرائعة محل تقدير وثناء من الخبراء والمشاهير فكتبت الفنانة ندا بسيوني عظيم جمهور الأهلي يارد المحلل الكروي خالب بيومي من لا يشكر الناس لا يشكر الله تستحقون الثناء شكرا جمهور الأهل العظيم يزيد المعلق الكروي الأهلاوي محمد الكواليني في الثناء أحلم في المباراة مساة الجماهير العظيمة للاعب الأهلي فيما يترك النجم شريف عبدالفضيل الصورة تتحدث أترك لكم التعليق لهذا السبب الأهلي هو الكبير علاقة بين نادي الشعب وشعبه صنعت في الأهلي لن تجدها في مكان آخر ولأن الأهلي يا صاد إبراهيم ليس مجرد نادي الأهلي فكرة لا يملك أحد وتملك الجميع وتتملك الجميع كمان وتملك الجميع مش بتتملك مني وتملكني هي فكرة مهداة للإنسانية بما تمثله من احترام وعراقة ورقي ودعوة إلى السلام ومصور المحبة وأن تنتصر على نفسك قبل أن تنتصر على المنافس وأن تعلم كيف تكسب وأن تعرف كيف تهزم لتنطلق أقوى الأهلي يا صاد إبراهيم ليس كيان هو فكرة الأهلي فكرة جميلة بص الأهلي خسر البطولة الأفريقية في جنوب أفريقيا اللي حصل هنا بكاري جسامة هذا البكاري الجسامة ما اعتقدش فيه موقع أو جورنان أو وسيلة إعلامية إلا وسجلت رأيها في هذا الحكم المعلم عايزة أقول لكم أنه بكاري جسامة ممكن يكون أفضل حكم في أفريقيا أو الحكم رقم واحد عشان كده الناس دي ما بتهرقش هو جايبين لك زعيم الليلة كلها القسطة اللي جاي برسالة اللي يقدر يمشي المسألة اللي بيستفز الجماهير اللي يقدر يخرجها للشكل اللي هو عايزه باحترافية يحزمها كويس ربطها كويس يرضي جنابه كويس قوي يرضي جنابه كويس قوي كويس قوي هو عمل كل المطلوب منه دور على كل القرارات فريق بيهاجم فريق دايما في موقف هجومي ياخد ست نظارات فريق يتعرض دايما للعرقلة والإعاقة ياخد ست نظارات الطرف الآخر بيضيع وقت لأنه عنده نتيجة كبيرة عايز يحافظ عليها بيرتكب أخطاء في الإعاقة والعرقلة ما بيخدش نظار واحد بصوا الحكم لما يبقى فعلا بيعايز يكتف العناصر إزاي اللعيبة لما يكون هذا العدد عندهم نظارات كله مرعوب وخاف مضطرد فهو بيقدر يكتف الناس كويس قوي ده شغل المعلمين الناس يقول لك هو ما كانش لقاء إيه يعني جون تلغى أو ضربة جزاء أو واحدة تانية كان ممكن تتحسب ما فيش حاجة وفيه أكتر من كده تأثير فيه أكتر من تكتيف الجون يضيع كل الوقت ده اللي يفضح أي حكم الطايم تبني يتو يدي ديتين في الشوط الأولاني مع أنه الراجل وقع كتير جدا هو كان كل مرة بيروح يتطمن عليه علشان ياخد الوقت الكافي الحكم جاي يحكم واخد موقف واخد موقف لا شك واخد موقف من ساعة الوداد البيضاوي ضيع على الأهل البطولة اللي قبل اللي فاتت وطلعت اللعيبة وطلع عماد متع بيشاورله بإشارة أن أنت مش حكم مش نظيف خالص بسلوكك فخد موقف خد موقف بعد كده في وقعة الفار وهو حكم الفيديو في مباراة النهاء السنة الماضية في برج العرب وقعد يجادل مع الحكم اللي في الملعب عشان يفرد قراره كان واضح أنه واخد موقف لما يكون بقى دلوقتي ما شاء الله ربنا فتح عليه من واسع وبقى بيحكم في دوريات ويطلب بالإسم ويقد المطلوب هو ده بكاني جسامة اللي المفترض لازم أن يبقى فيه احتجاج صارخ ضده ولازم أن الاتحاد الأفريقي إذا كان جاد فعلا في محاربة الفساد زي ما بيقوله ومش عايز حد يقول لا أصل الحكم ما برتشيش حكام أفريقي أكثر وحكام تعرضا للرشاوي الاتحاد الأفريقي نفسه السنة دي والسنة اللي فاتت شطب ووقف وعاقب 11 واحد مرتشي 11 مرتشي كنت تشوفهم ناس مستحمية ونظيفة وحلوة وصفارة وعمل نفسه خلاص ده رجل العدالة وبعد كده تسمع فضيحة ويتشطب ويدخل السجن واللي بيجي على أهل ما بيكسبش خاصة في الظلم متبلة ظلم الأهلي بفجر شديد في مباراة الصوبر 94 مباراة جوهانس بيرج برضو الأهل والزمالك وطرد محمد يوسف بغرابة شديدة جدا في الوقت اللي كان قبلها المفروض يطرد إيمانول أهيه بصوا إيمانول عمل إيه دخل في محمد يوسف بصوا تطردوا محمد يوسف تخيلوا الفاول ده متبلة اللي فوق ده انظر لده محمد يوسف بعد كده بياخدوا الكرة عشان يلعب قوت عايز ياخد قوت بصوا محمد يوسف إيه اللي في ده بقى مع أشرف يوسف تقريبا راح تطرد محمد يوسف عشان بعد كده الحكم ده يدخل السجن في وقاع رشوة ويتم فتحه وفصله في وقاع تاني في جنوب أفريقيا لمبتي لما إيد رامو اللي هي يعني إيد صافعة لكل مرتشي والناس ساعتها استغربت هو فيه بنا قدم يحسب دي جون هو الحكم اختلط عليه أنه حكم فولي مش حكم كورة إزاي يحصل منه ده ويحسب دي جون يطلع بعد كده بجرسة كبيرة جدا ويدخل السجن ويتفصل وتطلع قرارات أنه ما ينفعش يتواجد في أي ملعب رياضي تاني دو الحكام أوه تكونوا فاكرين أنه هم يعني حكام منازلين لا بالعكس هم أقرب دايما وأبدا لمنطقة الفساد عن منطقة العدالة وإذا كان الاتحاد الأفريقي جاد فيما يعلنه من مقاومة الفساد ومكافحة المرتشيين في الملاعب لازم أن يوسع دائرة التنقيب والمتابعة مش الكفاءة الفنية ضمان أبدا لحالة كويسة خالص هنقول لكم ردات الفعل تجاه أداء الحكم الجنبي بكاري جسامة اليوم السابع عمل تقرير كيف أفسد الحكم الجنبي بكاري جسامة مواجهة الأهل وصندونز تحكميا وسجلوا عليه التوتر والعصبية تؤثر على قراراته سوء تقدير الفن والإدارة للحكم كده يفسد المباراة الحكم يرسب في اختبارات لمسات اليد داخل منطقة الجزاء والحكم ناصر عباس الحكم الدول السابق في تقرير اليوم السابع الحكم تدخل كثيرا بالصافرة وبشكل مستفز وكأنه يفتقد لخبرة إدارة مثل هذه المباريات رغم أنه يعتبر الأول بالقرى السمراء لكن المستوى المتواضع الذي ظهر عليه جسامة وقراراته المسيرة للجدل خلال فعاليات اللقاء الذي احتسب خلاله 48 مخالفة على الفريتين في تقدير سيء كما أنه رسب في اختبار لمسات اليد حيث أن هناك أكثر من لمسة يد داخل منطقة جزاء الضيوف إلا أن هناك لعبتين كانت تستحق التدخل بالصافرة من الحكم لاحتسب ركلتين جزاء للأهل تبقى للقانون صد البلد قالت التاريخ الأسود لبكاري جسامة وقعدت تعدد له المواقع بكاري جسامة حكم في الدور السعودي حتى الآن ست مباريات ست مباريات بكاري جسامة في الدور السعودي حكم مباراة الاتحاد والشباب في 29 يناير 2019 كان حكم ساحة الشباب والنصر في 28 فبراير حكم فيديو الهلال والفيصالي 1 مارس كان حكم ساحة التعاون والوحدة 2 إبريل كان حكم ساحة الرائد والنصر 4 إبريل حكم ساحة الاتحاد والباطن 5 إبريل حكم فيديو يعني 2 و 4 و 5 إبريل في 3 أيام من يوم 2 ل 5 حكم 3 مباراة في الدور السعودي ورايح الأسبوع ده كمان يحكم هناك ده بكاري جسامة مواقفه البيخة ضد الأهل معلومة للكافة الوطن قالت فضايح جسامة تفتح ملف فساد التحكيم الأفريقي وموقع فيديو قال بكاري جسامة مخطط أفريقي للانتقام من المصريين وعرض فيديو أسباب كتيرة الوطن قالت بعد فضايح جسامة أمام الأهلي تعرف على 11 حكما أفريقيا التهم بالفساد وذاكر الوطن في تقريرها هؤلاء الحكام المرتشين اللي طلتهم ياد العدالة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي وليتها تطل كل مرتشين الأهلي فكرة لا يملك أحد يا ملك للإنسانية تملك وتتملكنا جميعا لهذا قلنا ونحن نعي ما نقول الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع وبمبادئه دوما سينتصر دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى رغم أنف الحاقدين بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله تسوى على خيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر